الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة بنعرفكم ما انسي شامل غني عن التعريف. تزنب. والله. والسزنب. الله يبارك لك يا رب تسلم. مش محتاج حقيقة اي قدير غير المشاملات. تسلم يا رب الله. ان شاء الله تكون محضرة بقيمة انا وضعك يديا. امين يا رب العالمين. تسلم بيه. اه سلام عليكم ونحط الله وبركاته. اهلا بكم في كورس برنامج سيب دي. اه ان شاء الله يبقى الكورس عند حسن ظنكم بإذن الله. اه سامحونا عشان دي اول مرة استخدم انا برنامج زوم. فلو اتلغبطت معكم في حاجة ما تلاقوش كل حاجة ان شاء الله عاكم بتسجلة وتترفع بعد كده بإذن الله. وان شاء الله برضو الناس اللي ما ما حضرتش معنا النهاردة ربنا يكلم ان شاء الله وحاولوا يتابعوا معنا في ايه? في الكورس. سوري في المحاضرات المسجلة بإذن الله. احنا عن نبتدي نعمل الاسئلة بإذن الله على مرتين خلال المحاضرة مرة في النص كده عشان نخدها كراست ومرة في الايه? مرة في الاخر. فلعنده سؤال يخليين بقية ايه يكتبوا كده ويتجهزوا. في كل منطقة ايه? احنا بنشرح فيها. نحاول نخلي الاسئلة في النطاقة اللي حاكيتها اللي احنا بنشرحها النهاردة وبعد كده ان شاء الله في المحاضرات تانية لكل جزء بإذن الله من الاجزاء البرنامج. اه مبدئيا كده الكورس ده احنا عاملينه للناس اللي لسه جديدة معنا في البرنامج السيفل بشكل عام. او الناس اللي عايزة تعمل للمعلومات الاساسية بتاعتها بإذن الله. اه وفي نفس الوقت برضو الى حد ميلة لو حد متابع معي في القناة بتاعتي او في القناة الاخرى بيبقى في احنا المعلومات بتاعتنا الى حد ما نشرح مثلا البرنامج من فترة كبيرة. فاكيد المعلومات دي حصل لها ابديته كده فان شاء الله الابديت ده تشوفو خلال ايه خلال الكورس. اه مادة ايه ان احب كده عرفكم عن نفسي لو حبين تعرفوا يعني عني. اه اخوكم مشان فوزي. تمام كده? انا حاليا بشتغل مدير قسم المساحة بمشروع مترو الرياض في الخط الرابع. وآ مؤسس قناة وموقع فيديوز اللي ما يعرفش. تمام? وآآ مدرب معتمد من شركة اوتو ديسك. وحاصل على شهادات الاعتماد كمحترف في برنامج الاوتوكاد والسيفل السويدي. وآآ عندي خبرة الحمد لله حوالي سبعة عشر سنة اتنشه وقت البنية التحتية ده لانا خير جديم شوية. الفين وثلاثة سامحونا راقب كبير يعني. وخبرة بوجه الله ورضو في تدريس البرنامج اوتو ديسك تقريبا انا بدأت بالفعل في تدريس البرنامج اوتو ديسك خلال سنة تريمين في الانفين وحداشر. اول فين وحداشر اول فين وحداشر. فين وحداشر فعليا بدأت القناة بتاعتي على اليوتيوب. الحمد لله القناة فيها حوالي تسعة عشر من الات المشترك وحوالي خمسة مليون مشاهدة. وطبعا اترقم ده طبعا الى حد ما كبير في مجال ايه? في مجال ان احنا اه يعني الى حد ما متخصصين في في برنامج معين برنامج غير منتشر. ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا ايه مشتفين كتير. وان شاء الله اكيد منكم كتير متابعنا يعني على القناة دي. طيب هنبتدي نشوف كده ان شاء الله برنامج 7 3D. اول شي برنامج 7 3D هو برنامج احد برنامج من شركة اوتو ديسك. البرنامج ده متخصص الى حد كبير في المشاريع البنية التحتية. البرنامج ده مجالاته كتير جدا. هنبتدي نشوف كده مجالاته عامة الاول ليه. البرنامج الاشهر اشهر مجال بيشتغل فيه برنامج اللي هو مجال تصميم وتنفيذ الطرق بشكل عام. اه وطبعا ده ابتداء من من ايه من اللند. اللند برنامج اللند دوت اللي هو النسخة تعطيها النسخة العديمة من برنامج 7 3D. فمن ايه من برنامج اللند اللي اللي مشهور في الوطن العربي بشكل عام ان هو خاص بمجال تصميم وتنفيذ الطرق. طبعا هم تورف البرنامج كل فترة. لو دولتي في البرنامج كمان بيصم طبعا السكاك الحديد وما إلى ذلك. زائد منجوعة مجالات اخرى زي مسلا مجال تصميم وتنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي وتصريف مياه السيول وتصريف برضو اللي هي شبكات المياه العزبة. اه او ما يسمى اللي هي كل ما هي شبكات بتشتغل من خلال ايه من خلال البريشور. تمام كده? اه في عندنا حاجة تانية. اه اللي هي عندنا هنا مجال تأسيم الاراضي وقدارة المخططات. اه تأسيم الاراضي بشكل عام هو طبعا اه عملية التأسيم ممكن بتعمل باللوتوكاد العادي وما إلى ذلك. ولكن احنا ان شاء الله خلال الدور هوريكم ايه الفرق الرهيب اللي احنا ممكن نعمله من خلال تأسيم الاراضي في البرنامج وايه التولز اللي بيدهننا اللي تغلينا تماما عن استغرام برنامج الايه اللوتوكاد العادي في عملية الايه في التأسيم. وازاي عمل ادارة للمخاططات بشكل عام. ازاي يتقدر لعدات بتاعتي وما إلى ذلك. اه في عندنا نرف مجال التسويات تسويات الاراضي بشكل عام. في مجال حساب الكميات والحفر والرد. وطبعا في مجالات كتير جدا ممكن ما يسعش الوقت ان احنا نقولها في الدورة ولكن ان شاء الله برضو خلال الدورة اه هنوفر طبعا البيانات اللي احنا بنشتغل بيها والملفات اللي احنا بنشتغل بيها هنبقى نرفع عنها لكم ان شاء الله بعد كده يعني هنتقردت بس مع الجماعة هنا في الإدارة بشكل عام. وفي نفس الوقت هن نعمل ايه? عن اه عن نوجه لكم برضو الى حد ما لو اكلمنا مسلا في مجال معين وقدرناش نغطيه بشكل كامل هحاول اوجه لكم برضو اه لينكات معين بتقدر ايه تستفيدوا منها بشكل اكبر او تاخدوا بيانات ايه او تفاصيل بايه بشكل اكبر تمام? اه عناصر الكورس اللي احنا عمدنا نلوقع ان شاء الله نختال الكورس بتاعنا هنا هناخد الواجهة الاساسية وايه هو الفرق الاساسيسما بين الوتوكاد والسبل. هناخد النقاط وزي نتعامل معها. طبعا بس جايب هنا اسم العنصر نفسه. ولكن احنا هناخد بتفصيل اكتر فيه ان شاء الله. عندنا هنا الاسطح وكيفية انشاءها والتعامل معها. تصميم الدرقة وحساب السوفر. وهنعدي برضو عشان في الناس كلمتنا عن تصميم السكك الحديدية. هنشوف بتاعت البرنامج اللي بتدينا الامكانية ان احنا هنصمم ايه السكك الحديدية. طبعا التفاصيل بقى الفعلية بتاعت النسكك الحديدية وعملية حساباتها وما الى زلك. احنا هنقول بتاعتها. ولكن التفاصيل اكتر ممكن اوجه لكم برضو محاضرة او محاضرتين حد تاني يشريحهم بيشرح هي عملية الريل بشكل عام. عندنا برضو هنعمل القطاعات الطولية للطريق اللي هي تعتبرها والقطاعات العرضية التصميمية للطرق اللي هي والسيمبلز والسيمبلز. طبعا كلام ده كله هنشرحه بالتفاصيل بعد كده ما تلوش. اه نعمل معجسمات للطريق اللي هو الكوريدور اللي هو عبارة عن تجميع كل عناصر الطريق بحيس نقدر نشوف الطريق بشكل سلاسي ابعاد ونبتدي نستقراج البيانات بتاعتنا ونبتدي نعمل قطاعات عرضية ونحسب الكيميات بتاعت الايه بتاعت الطرق تمام? وبعدين انا نعمل اه تقسيم الاراضي وعنشوف ايه الفرق بين شغل التقسيم الاراضي على الكاد و ايه الفرق بينهما بين ايه ما بين السيفل وازاي نتعامل معها في السيفل وازاي نعمل ادارة كويسة لتقسيم المخططات بتاعتنا. وعن نعمل برضو شبكات المياه والصرف وازاي نعمل التداخل ما بينهم وبين بعض. وآآ يعني مجموعة اوبشنز كده عنا نشوفها برضو في بعض المجالات وموضوعات برضو. يعني خلال الدورة طبعا ممكن ممكن يظهر معنا موضوعات تانية. نوجه يعني كده عايبقى في ان شاء الله هل نحاول نعمل زي ما كانت تبعته فيه مثلا اسئلتكم اللي هو في حيث لو احنا ما جاوبناش على اسئلة خلال المحاضرة. اتبعته اسئلتكم نرد عليها وفي نفسه هاته موضوعات ممكن نترحن. احنا نحاول ايه ندلمها في ايه في الموضوع بتاكسوري في الكورس بتاعنا. طبعا هو المفروض الكورس احنا كنت فيه مع الشباب ان هو هيكون سبع سبع فيديوهات. او سبع محاضرات. كل محاضرة غالبا عاكون من ساعة ونصف ساعتين. في معادة المحاضرة الساعة الاخيرة دي احنا عمنا خاصصها للامتحانات AutoDisk بشكل عام. يعني سبع محاضرات تبقى خاصة بيناميج 7ad3D. والمحاضرة اخيرة عن خاصصها الي هي متحانات 7ad3D. المتحانات Autodesk. الي هي Certified Professional ايه هي الامتحانات ويع ايه هي الاخر عضلت حصل بيها. وانحلم مع بعض بمجدو شوية اسئلة كده. وانشوف الاسئلة بتاعت. لو يحب يخش الامتحان خاصة النامه entfer agradeating the civil. ايه هي شكل الاسئيلة اللي ممكن تيجي وبعض العناصر اللي ممكن تستفيدوا منها أثناء الامتحان أو أثناء استعدادكم للامتحان جنفسه إن شاء الله ودي هتبقى غالب معنا هتبقى آخر ايه آخر محاضر تمام كده عنا نبتدي نشوف لنبدأ على بركة الله ونبتدي نشوف ايه اللي بيحصل معنا في البرنامج وشكل عامل لغاية كده الأمور تمام ولا ايه أكيد بس حد يأكد علي أن الصوت تمام 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 على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي البرنامج سيبرت دي أول ما بينزل السيطب بتاعه الأساسي بدون أي تغيير في السيطب الأساسي بينزل معنا ثلاث ايكونات على ديسك توب الايكونات اسمها سير 3D 2021 متريك والتانية دي اللي هي الامبريال والتالتة دي الاوتا ديسك ستورمان السيناتر الانالساسي دي خاصة بنحليل شبكات المياه والصرب دي دي لأسف ما احنا مش عام نغطيها لانا بسراحة ما دخلت شاوي في تفاصيلها ولكن لو حبيته ممكن اوجه لكم زي ما قلت لكم وحاضرات تنفعكم في المجال ده أما بقى عندنا هنا المتريك والامبريال ايه فرق دي بين دي كل ما هنالك البرنامج لما بيفتح البرنامج لما بنيجي نفتحه بيفتح تمبليت معين ياما تمبليت المتريك ياما تمبليت الامبريال الفرق الاتنين من بعض هي الوحدات الأساسية للملف يعني المتريك بيشتغل بالوحدات المترية زي المتر والكميات من خلال اللي هو المتر المكعب وما إلى ذلك اما الامبريال فينشتغل بالfeed والادم الفيد اللي هو الادم يعني البوصة وزائد اللي هو بيشتغل بالكيوبك يارد اللي هي الإيه يارده في المكعب تمام كده؟ ده الأساسي بفرق ما بيني اللي أتنين يعني اللي أتنين هما نفس اللونجنج اللي أتنين بيفتحوا البرنامج ولكن واحد بيفتح لك المترك اللي هو التمبلات المترك واحد تاني بيفتح لك التمبلات الامبريل تمام؟ زاد البرنامج لما بينزل فقائمة ستارت بينزل اللي احنا دخلنا هنا ودخلنا على اللي هو سيفر سيدي مثلا 2021 طبعا الشرح ده انطبق على مجموعة السيفر بشكل عام حتى ابتداء من 2013 هو نفس حدا من نفس البيزيكس الأسفية ولكن طبعا بيختلف بعض الابشن خلال اي سنوات الحديثة على اثنين السنوات الأديمة فلو واحد مثلا بيتفرج علينا دلوقتي يعني او بيتفرج على الكورس بشكل عام دلوقتي او بعدين وشغال على فيرجان تاني غير 2021 ما يقلقش الامور كل تقريبا كل اللي هنشرحه هيكون موجود فين؟ هيكون موجود في كل الاصدارات ولو في حاجة موجودة في اصدار الحديث هنحاول ننوه ان دي بس موجودة في اصدارات ايه في اصدار الحديثة لما البرنامج بينزل زي ما بنقول بينزل معه AutoCAD اهو يعني السيفر بينزل كأنه AutoCAD ده يدنا هو اساسا البرنامج اللي احنا فتحنا كده هنبتدي نشوف بسم الله ونفتح المترج طبعا احنا في الوطن العربي باغلب الوطن العربي شغال بالإيه بالمترج الواحدات المترية فنبتدي نفتح ونشوف ايه اللي هيحسن لنا بالضبط بسم الله احنا الاول عن ناخد آآ ناظرة عامة في الواقع بتاعتنا وبعدين عن نشوف المقارنة ما بين السيفر والكاد في بداية بداية الشغل بتاعنا طيب زي ما احنا شايفين البرنامج بتاعنا هنا عندنا المجموعة التابس اللي موجودة فوق اللي موجودة بعدنا في الريفر هنا اللي موجودة فوق آآ مختلفة شوية عن ايه عن يعني مسلا فيه فيه وفيه وفيه ولكن هنا زي ما انتو شايفين لو احنا بصينا كده انا هحاول حتى نعمل معنا اه تمام كده ايوة زي كده مسلا آآ عندنا القسم ده كده في الشاشة الاساسية لحد هنا كده تمام اللي انا عامل عليه بالاحمر ده القسم ده خاص ببرنامج لو شوفنا فيها هتلاقي حاجة هنا تخاصة حاجة اسمها وحاجة اسمها تمام كده في حين ان احنا عندنا اليسار هنا كل القوان بتاعت الاوتوكاد العادية اللي هي نفس الشيء لو انا جيت عندي هنا في الشاشة الثانية في قيمة انسرت عندي في الانسرت هنا على الشمال حاجة خاصة الامبورت او برضو نفس حكاية الانفراوركس والارك جي اي اس لحد هنا كده انا خاص بالسيفل اما الباقي ده خاص بالاوتوكات هي الفكرة كلها ان البرنامج السيفل قائم على برنامج الاوتوكات يعني انا لو انت بتساطب برنامج سيفل انت مش محتاجك تعمل سيت اوب لبرنامج الاوتوكات معاك انت خلاص اولادي برنامج الايه برنامج الاوتوكات بتاعك ازوري او السيفل بتاعك في برنامج الاوتوكات وده نقدر نعرفهم منين من خلال الوركس بيس بتاعتنا اللي موجودة فوق هنا عنلاقي سيفل سري دي عنلاقي درافتنج اندانوتيشة مجرد ما باختارها بيبتدي دياري الوجهة الكاملة بتاعتي ارجع لي لنفس والجهة الاوتوكات العادية بتاعتنا خاصة زي ما انتشافين لغة المنظوعة في الهوم هينا زي ما انتشافين لغة مين لغة الجزئoque الكاد خاصة بالسيفل 3D نفس الشايه الانسرط لغة الجزئة الخاصة مين بالسيفل 3D ورجع لنا القوان بداعات الاوتوكات العائزي يبقى من انقلال السيفل نفسه ابتدي اغير الوركس بيس بتاعتي من سيفل ثري دي. وخليها والعكس. تمام كده? آآ فالسيفل زي ما احنا شايفين. تقريبا في كل كل مانيو بيبقى السيفل واخد المجموعة الموجودة على اليسار على حسب التولز بتاعته. بيدي المجموعة بتبقى خاصة بمين خاصة بالاوتوكات. لو جينا في قيمة موديفاي. نلاقي اغلب قيمة موديفاي هي عبارة عن حاجات تبع السيفل في معدل العليمين خالص دي اللي بتبع مين تبع الاوتوكات. طيب ده خاص مين خاصة بالربل. على الشمال هنا في حاجة اسمها لو مش ظهرة معنا بنبتدي نضغط على قيمة اول حاجة هنا اللي هي مجرد ما بنضغط عليها بيظهر فيها اربع ايكونات اساسية. برضو دول لو مش ظهرين معكم هم الاربع ايكونات اللي موجودين فوقنا. احنا نقفلهم حتى الاربعة. لو قفلنا الاربعة يبقى كده بقت فاضية فما بتظهرش. لازم افتح واحدة من الاربعة اللي موجودين او المجموعة دي عشان تظهر معي في الرسمة بتاعتي. مجرد ما افتح مثلا اول حاجة اللي هي البروسبكتور. طبعا? بيبتدي تظهر معي تول سبيس اللي هيتفعالات معي. نفس الوقت بتظهر مجموعة بيانات موجودة عندي هنا. نفس الشيء انا هفتح معي حاجة اسمها وهفتح السيرفي وهفتح تول بوكس. يبقى انا معي اربع قوائم اساسيين على الشمال هنا. دول خاصين ببرنامج السيفل. ايه فايدة القوائم دي? اه البرنامج السيفل زي وزي برنامج الاوتوكاد ممكن يتعامل مع الخطوط والدوائر وما الى زي. ولكن السيفل نفسه في عناصر اه زكية مختلفة عن مختلفة عن الاوتوكاد. فالعناصر دي عشان البرنامج يبقى مميزها عمل لها قيمة لوحدها تقدر تلاقي كل عناصر السيفل اللي انتها تبقى موجودة معك في الموضل بتاعك او في الرسمة بتاعتك تلاقيها موجودة على اليسار هنا. على سبيل المسال اللي عملنا احنا النقاط. النقاط موجودة طبعا في الاوتوكاد. ولكن السيفل دي نوع تاني من انواع النقاط. وعناصر طبعا بالتفصيل ان شاء الله في الجزئية بتاعت النقاط النهاردة. ايه الفرق برنامج الاتنين. فالنقاط بتاعت السيفل نقدر نلاقيها موجودة هنا. عن دي العن اليسار. في البروسبكتور. تمام كده? نفس الشيء. لو انا عملت اسطح. الاسطح دي عبر عن زي ما نقول تجسيد لسطح الارض الطبيعية على سبيل المسال. التجسيد داوت او الاسطح دي يقدر نلاقيها موجودة كلها هنا. عملت مسارات عملت آآ عملت آآ عملت آآ عملت آآ شغل قطاعات آآ سوريا قطاعات او انترسيكشن وتقطعات كل داوت كل ما هو يعتبر سيفل تري دي على القايمة اليسار هنا. اللي هي قارن من قتل البروسبكتور. فالبروسبكتور ده بيقول لك بدلا ما انا ببحث عن على سبيل المسال انا عايز ابحث عن مصار معين لو انا عندي مخطط كامل وعايز اوصل للمصار ده بشكل سريع. كل ما هولا لك انت بتروح في قايمة الالايمنت في السنتر لاينز هتلاقي كل الالايمنت اسبعتك او المصارات بتاعتك بتاعت الطرق موجودة هنا تقدر توصله مباشرة من هنا وده ان شاء الله هنشوف ايه لما يكون معنا بينات في اللوحة. آآ فكل عناصر السيفل موجودة هنا. فاي عنصر انت ملاقيتوش هنا اعتبر ان اعتبر ان دوت مش عنصر سيفل مش هتلاقيه موجود هنا هتبقى عنصر ايه عبارة عن عنصر كادة عايزة خالص مفخوش ايه مفخوش ايه تفاصيل او مفخوش اعملية السمارت لان هي فكرة عناصر السيفل هي عناصر ذكية آآ عناصر بتتفاعل مع بعضها البعض في نفس الوقت بتأثر في بعض. لان زي ما هنشوف ان شاء الله برضو في التفاصيل قدام بازن الله لو انت عملت مسلا على سبيل المسال عملت السطح اللي هو يمثل تكسيم للارض السطح الارض الطبيعية مثلا وانت جايبه من داتا عبارة عن رفع مساحي من الموقع. فرفع المساحي يعني التطور وعملت السطح دوت من الوينتز دي لو انت غيرت اي تغيير في الوينتز مباشرة بيتغير معاك في السطح. وزي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله ان التغيير دوت انت ممكن تعمله بشكل اوتوماتيك بحيث اي تغير هو البرنامج مباشرة يغير ويدي لك النتيجة فعلية او انه يدي لك خد بالك ان حصل تغير هنا. هل اعمل افديت ولا لأ? والتغير ده كان ايه بالزبط? يعني هو عشان بس في ناس ممكن يقولك تموه لو هو تغير بغير القصد هتبقى مشكلة بالنسباني انا معرفتش الوضع ايه. تمام? او ايه اللي تغير? لا هو البرنامج بيدي لك الاتنين او 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 ايما بتعملها اا مباشرة ان انت بتعمل افديت مباشرة انت بتتحكم في الجزئية دي او انك بتعمل الابديت بتاعك ده يكون لازم انت تشوف بتاعتك وتبتدي ايه وتبتدي تشوفه. هو فيه حد بيكتب على الشاشة الشباب اولاين. اه على الشنازم. طيب. اه دي اللي هي قائمة الاولى اللي هي قائمة القائمة اللي تحتها عبارة عن اللي هي الاعدادات الخاصة بالعناصر دي. على سبيل المساء احنا دايما انا نتدي باول عنصر بتاعنا اللي هو البوينتز. لو انا جيت في البوينتز بتاعتي هنا. تمام? هلاقي ان البوينتز هنا ليها تاب مخصوص بيها. مجرد ما اضغط عليها. مجموعة اوشنز كتيرة خاصة بالايه? او اعدادات خاصة بالبوينتز نفسها. حاجة خاصة بالبوينتز ستايل. حاجة خاصة بالبوينتز ستايل. حاجة خاصة بالبوينتز ستايل. معنى ذلك ان كل عنصر من العناصر اللي موجودة هنا او اعدادات مخصوصة بها موجودة في قائمة السيتنز. زي ما انتوا شايفين هم وهنا مصنفهم كمان يعني هنا العدد مش كبير زي ما انتوا شايفين مثلا على سبيل المساء احنا عندنا هنا البوينتز عنصر واحد او السيرفز عنصر واحد. لو جينا هنا مثلا انا مش شايف مسلا في القيمة دي لكن لو جيت في سيتنجز هتلاقي البروفيل وهتلاقي البروفيل فيو وهتلاقي لان العناصر دي البروفيل والبروفيل فيو والسيكشن والسيكشن فيوز مسلا كل دول تندرج تحت عنصر واحد بس اللي هو اللي هو مجرد ما انت بتعمل مسار تقدر تعمل الحاجات دي كلها تحت منه ولكن هنا في سيتنجز هو موسع كل شيء كل عنصر منفصل بذاته دي بتاعته. تمام كده كل عنصر عندي هنا بتاعته. وكل عنصر بتخش عليه بيقول لك والله هنا تقدر تتحكم حاجة اسمعها مثلا البروفيل تقدر تتحكم في تقدر تتحكم في تمام? ومجموعة ستايلات موجودة. تمام? آآ فدي كده اللي هي قيمة مين? قيمة سيتنج. قيمة سيرفي دي خاصة باعمال المساحة. طبعا احنا للأسف مش هنقدر نفرض لها هنا هي موضوعها كبير جدا في المساحة مش هنقدر نفرض لها مكان معنا في القرص هنا. ولكن متى اللي اوش دي مشروحة بالكامل عندي على القناة برضو حب اعمل لكم اللينك بتاعها. هي اهم حاجة في قيمة السيرفي. انا في رأيه يعني لان قيمة السيرفي ترفع جدا في حالتين. في حالة لو انتنا بنعمل اعمال مساعية زي تصحيحة رفرصات وما الى زلك ممكن موجودة. موجودة معنا. او لو احنا بنعمل رفع مساحي لمناطق موجودة على سبيل المسال. انا عملت رفع مساحي لمدينة قائمة وعايزة بتدي ارسم الرفع المساحي ده بشكل اوتوماتيكي. انا مش عايزة ارسمه يدها ومش عايزة انزل النقاط وابتدي اوصل خطوط وبين مين? وبين الخطوط وبعضها. في نفس الوقت عايزة اوفر على الناس اللي بترفع في الموقع انهم مترفعش كتيرة جدا في حين ان هو ممكن يرفع لي ثلاث اربع نقاط ويوفر عليه موجود كبير جدا. فالبرنامج في قيمة سيرفي دي بيدي لك ده بيدي لك مجموعة او مجموعة الراجل اللي هو بيرفع في في الموقع. المسك الجهاز المساحي بيرفع في الموقع. هيحط شوية دي دلالات معينة. مجرد ما بيجيبها هنا على البرنامج انت بتبقى مجهز قيمة سيرفي بالاكواد اللي انت تديها للراجل ده. مجرد ما انت بتعمل للنقاط او بتعمل ادراج للنقاط بتاعتك في الرسم مباشرة البرنامج بيرسم لك ما هو تم رفعه في الموقع. ارسموه كما هو. لو رسمت مسلا انت على سبيل المسال انت بترفع دوار او بترفع صنية او بترفع اي ان كان المسامل على حسب الدول اللي موجودة. وانت بترفع الدوار هو عبارة عن دايرة كبيرة. فانت بتحتاج نقاط كتيرة عشان تقدر ترسم بتاعت الدايرة دي نفسها. في حين ان قيمة سيرفي لا انا ممكن ارسم الدوار ده كله بتلات اربعة او اربعة نقاط فقط. كلما هنالك البرنامج زي الراجل في الموقع حيارفعها اربعة اخمس نقاط. تم تمثل جزء النقاط على الدايرة نفسها. وبجيبها للبرنامج هنا مجرد ما بعمل لها انسيرت هوم بيرسمي الدوار بشكل ايه بشكل كده. دي قيمة السيرفي فانا في رأيه ده اقوى مجال تقدر تشتغل في قيمة السيرفي وخاصة ان لو انت بتعمل رفعات مساحية لمدة مساكنية او ما الى ذلك وبتحب ان انت ترسل ترسل الحاجة دي بعد ما تتخلص. طبع من الحد كده. معانا هنا الحاجة الرابعة اللي هي حاجة اسمها تول بوكس. تول بوكس دي خاصة بما هو اي ريبورت انت عايز تعمله للبرنامج بتقدر تلاقيه هنا. زي دا هون في مجموعة من سليلينس تولز. دي زي بيعملك ريبورت ادفانسد شوية عن الريبورت العادي. بيعمل لك اكسبورت للملفات بتاعتك اللي مسلا KML او اللي هو خبر جوجل ارث بشكل عام. وده ان شاء الله دي برضه عن نشرحها بعد كده بتفصيل خلال الموضوعات بتاعتنا. واحيانا بيبقى فيه ما بين البرنامج سيفل ثي دي وبارامج تانية. زي مسلا البرنامج اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج تانية زي الاو المايكرو ستيشن وما الا ذلك. بيتيجي القائم بتاعته في المسلينية سطول زينا. تمام كده? زي برضه بتيجي في حاجة في حاجة تانية اسمها الكانتري كيت. الكانتري كيت دي عبارة عن الستاندر بتاع دول معينة بينزل بشكل ملف. ان احنا بنا نعمله زي سيت اوب وبينزل معايا موجودة هنا. على سبيل المثال مثلا فيه الكانتري كيت خاصة باليو كي. اليو كي مسلا عاملة ستاندر خاص لشكل القطاع بتاعها. عاملة ستاندر خاص لشكل بتاعها. عاملة ستاندر خاص للي هي مسلا على سبيل المثال بتاعتها او الكود بتاعها. طبعا كده? فعشان انت ما تبحث عنه هم لا هم عاملين ايه? عاملين الكلام ده كله بشكل سهل وبسيط. انت بتنزل برنامج ده موقع نفسه. على حسب الدولة اللي انت بتشتغلتها باعها. طبعا للأسف الدول العربية ما فيش اللي هي اغلب الدولة الخارجية اللي هي. لكن الدولة العربية من هاش. مسلا امريكا بتاعتها جبيرة جدا. هي مكتبة كاملة بيبقى فيها مجموعة حاجات كثيرة على حسب اللي هم عاملينها. كما فيها حاجة اسمها الاسامجليزي اللي هي العناصر التصميمية مسلا لطريق نفسه. الكود الامريكي مسلا اللي موجود او التحديثات بتاعته ما الى زلك. بينزل مباشرة عندك هنا. وبيتفعل في البرنامج مباشرة بحيس انت ما تحتاجش اللي انت تسأل ايه هو لو انت مسلا غريب عن البلد وجيت اشتغلت فيها ايه هو شكل القطاع المقبول او ايه هو شكل القطاع المثالي اللي بيتأمل مسلا في اي وزارة نقل مسلا في الدولة دي او حاجة اللي هم وردين مجهزين انت مش محتاجة تعمل اي حاجة. وممكن برضو ان شاء الله هحاول ان احنا نجيب حاجة منها واللي بتدين ايه نشرحها لكم برضو خلال ايه خلال الدولة. يبقى كده احنا شرحنا اللي هي ودي اهم اهم قيمة انتها تبتدي تشتغل عليها. موجودة معاك في برنامج. عايشت اكيدا كده الامور تمام ولا ايه? هلو? ايه باش مانس الامور تعامل اتفضل. ايه باش انا بس احس ان انا بكال انا متعاود اصلا دايما ان انا متعاود ان انا بسجل لوحدي وبقف وبستنى وكده فهسامحوني ما عليش. الله يبارك لك يا رب تسلم حبيب. طيب الحد كده احنا شفنا بشكل عام. ايه الواجهة الاساسية بتاعت البرنامج زي ما قلنا كل البرنامج نفسه. مقسوم كان الريبون فو مقسوم نصين نص للكاد ونص للسيفل. آآ زائد عندي العناج الشمال هنا اللي هي طول سبيس. تمام كده? زائد في عناصر او في في الريبون مجموعة قواب مش موجودة اساسا في الكاد. ودي زي ما زي ما زي ما حاجة عاجة لانها وجودها هنا. عاجة تعمل مسلا حساب كميات حفر وراد ما عايز تعمل الحساب الكابيانات حفر وراد عايز يعني اي حاجة تحليلية ممكن تجيبها من هنا. آآ عملية اخراج الداتا عاجة لها برضو كلها هنا. ممكن تخرج الداتا بتاعت السيفل نشوه وبعد كده زي ما نشوف تخرجها لبرامج تانية. لبرنامج مسلا زي انفرا ووركس بس انت خرج البرامج زي وما الى ذلك. لان الفكرة هي مفارقة عملية ما بين البرامج وبعضها البعض. عشان كده هم عاطينك كتيرة عملية استخراج مين استخراج الداتا بتاعتك من الاسمة بتاعتك للايه للبرامج الاخرى باشكال مختلفة. آآ طبعا هنا هتلاقي بسلا قيمة خاصة بالانفرا ووركس زي تبعت للانفرا لان الانفرا تو ويز يعني بتبعت لا وتاخد منها الانفرا ووركس. آآ طبعا هنا برضو في مجموعة حاجات يعني البرامج فيه طول طبعا في الاتوكاد داع دي. فيه طولز كتيرة مش موجودة في السبل. مش موجودة شري في الكاد. ولكن آآ مفيدة عندك جدا. برضو هم دخلوا حديثا من السنة اللي فاتت تقريبا عشرين دخلوا الدينامو. الدينامو دا كان مشهور جدا في الريفت. انا صراحا ما بدأتش فيه بس ان شاء الله يعني ايه بعد الدورة دي ابتدي فيه كده. ربنا يسهل لبقى نعمل لنا دورة تانية عن الدينامو لما نوثق او ايه نسبة رجلنا فيه ان شاء الله. آآ كده احنا تكلمنا نعمل بتاعتنا اه اه تكلمنا عن الاجزاء الاساسية ما بين هنا وبين هنا. طيب فيه عنصر مهم جدا انا حابة بقول عليه ان هو اي عنصر سيف الموجود في الرسمة ببقرد اختياره بيزهر لك قيمة التعديل بتاعت. يعني ايه? يعني لو سمت مسلا عنصر اللي هو زي الكادة العادي. مسلا امر عادي خالص اهو. اللي هو مسلا نخلي ايه عشرة متر. تمام? امر لاي ببقرد اختياره ما بيحصلش اي حاجة في الريبل عندي فوق هنا. تمام كده? ما بيحصلش اي ايه? اي شي عندي في الريبل. حين لو انا خيارت مسلا اعملت انا حاجة اسمها مسلا على سبيل ميسانة عندي حاجة اسمها فيتشور لاين. هقول له كده ومجرد ما انا بختارها. هقول له برضو طوله ده عشرة متر. تمام? ده كده عنصر سيفل. اعرف مين هو عنصر سيفل مجرد ما بختاره من هنا. زي ما شايفين الريبل مباشرة اختلف معي. قال لي اللي انت بختاره ده عبارة عن تمام كده? ودي العناصر اللي ممكن تستخدمها سواء في اه تعديل الخصائص العنصر اللي انت اختارته او عمل عمل مجموعة ادوات للعنصر اللي انت اخترت. يعني انا عندي هنا ممكن اعمل ليه? هنا ممكن اعمل للجيومتري بتاعته او ادل للجيومتري. هنا ممكن اعمل بتاعه. تمام كده? ده عنصر اسمه مجرد زي ما احنا زي ما انت شفتوا انا رسمته هنا لو انا جيت في هنا طبعا هو حاجة شوية فهو يما بتعمل في الحاجة الواحدة يما بتعمل تحت حاجة اسمها سايت. يعني انا عايز اوصل ده مجرد بابدت على كلمة سايت وصايت واحد هلاقي ان عندي حاجة اسمها وسيما انتوا شاكين تحت على اليسار هنا اهو. قال لي انت عندك مجرد لو انا رحت مسلا بعيد كده. تمام? انا مش عارف بتاعي فين? انا عايز ده بعمل كليك يامين عليه وبقول له آآ تمام? بيختاره لي مباشرة على الرسمة واحيانا لو انا عملت كليك يامين وبقول له زومتو طريقا انا زومتو مش موجود هنا. آآ زومتو اه اه ادي كلمة زومتو هيعمل لك زوم عليه مباشرة يوصل لحد عندي. طيب على سبيل المسال برضو هعمل نقطة. هدي مسلا عادية خالص. مسلا في المنطقة دي وبقول له انتر ادي النقطة بتاعي. تمام? اه في من ضمن الحاجات برضو اللي احنا طبعا كنا نذكرها. احنا ممكن دوقتي نبتدي نعمل مقرنة بين السيفل والكايد ولكن الاساسي في بعض الاوامر او الشورت كاتس في بيئة السيفل اللي هي المفوضة يعني الشورت كاتس دي آآ للامر. هي مسلا اللي بيدي لك امر اللاين مفيش مشكلة دي. لكن انا حبيت ارسم النقطة فبقيت في العادي بي او. فلو انا كتبت بي او هنا في السيفل نفسه قلت له انتر. فبيقولي لا. بي او ده عبارة عن امر لازم يبقى امر جوه امر. طب ما انا في العادي في الاوتوكاد العادي بتاعي بقول له بي او بيعمل لي امر نقطة. هنا لا. فهنا البرنامج في السيفل سري دي. اثناء العمل على برنامج السيفل سري دي بيبدي اولوية للاوامر بتاعتي. بالذات في الشورت كاتس. ففي الحالة دي لو انا عايز ارسم بوينت اي اما باطلع قيمة هنا وبتدي ارسم البوينت او ان انا بكتب الامر ايه? بوينت كاملة. تمام كده وببتدي ارسم نقطة ايه? نقطة اوتوكاد عادي. ها دي نقطة اوتوكاد سوف نجسن عدد شكل لها. آآ طيب كده. على سبيل المسال وان خلينا نصف متر. زي كده ماشي? نكبرها شوية معلش. اتنين اتنين متر. تمام. ايب انا عندي نقطة اوتوكاد عادية اترسمها ونقطة سيفل ايه فرقة بين الاتنين ما ابدأ اياً على سبيلي المسال لو انا ضغطت على نقطة كده عادية. ما فيش حاجة ظهرت معي فوق. تمام? في نفس الوقت ما فيش اي تفاصيل معي خاصة بالنقطة دي. في حين ان انا لو ضغطت على نقطة السيفل نفسها ده كده عنصر سيفل فالرجل عطاني. قال لي انت عندك جنرال تولز. قال لي ممكن تعمل او تعمل اللي موجودة هنا. قال لي ممكن تعمل نفسها او نشرح بالتفصيل. في مجموعة هنا موجودة وفي نفس الوقت في مجموعة هنا سواء بتاعتها او اللي انا اعملها او 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 ما الى ذلك. يعني البرنامج في نفس الوقت قال لي هنا العنصر اللي انت باختاره ده اسمه ورقمها واحد. تمام كده? يبقى هو البرنامج عطاني كل التفاصيل اللي انا ما احتاجها الخاصة بالنقاط. يبقى انا ما ايش محتاج اللي انا ادور على معينة انا عايز بقى انا اعمل النقطة هو مباشرة بيجيب لي بحيس ان انا اقدر يفتح لي هنا لستة بتاعتنا دي وابتدي اعدل مين اعدل التفاصيل بتاعتها اللي انا ايه اللي انا عايزة. يبقى دي حاجة كويسة جدا في السيفل يبقى انا ممكن اعرف مبدئيا لو انا قدامي الشكلين دول مين فيهم سيفل ومين فيهم كان مجرد ما باختار وهو بيطلع لي الويندو معنا زلك ان هو ايه ان هو سيفل. ساعات بيختلط على الناس اه قد على حسب اللوح اللي جايلهم مسلا من مصادر اخرى. بيبقى باين مسلا كل نقطة على سبيل مسلا احنا نقطة دي هنبتدي بس ان يزهر بس حاجة بسيطة كده. هستأذنكم حاجة زي كده. ناجي وهعمل لها موف بس عشان تشوف. حاجة زي كده. انا دلوقتي بسرعة طبعا 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 نارجي عن الجزائي دي في النقاط. ازهرت مسلا الاحداثيات بتاعت النقطة دي. تمام? اه مجرد ما بختارها زي ما قلنا بيزهر لي مين? بيزهر لي العنصر اللي فوق بتاعنا هنا اللي هو ايه? الخاص بمين? الخاص بالعنصر بتاعنا اللي هو الويت. وفي نفس الوقت لو انا جيت هنا عندي حاجة في اللي انا ضغطت عليها هيقول لي والله انت عندك نقطة هنا تحت على اليسار هيصها هاي? عندك نقطة رقامها واحد ونوارستين بتاعها كيه. وبناقنا على نفس الارقام اللي ايه? منتكبر شوية كده الان نفس الارقام اللي موجودة هنا نفس الارقام اللي موجودة هنا تام? يبقى انا عندي فين مباشرة عندي في ايه? في القيمة بتاعتنا. انا عملت هنا برضو feature line. لقيته في القيمة بتاعته. لو انا حتى عملت هنا alignment. سأجري يعني كده اللي هو يعتبر مصر. من هنا لحد هنا وقلت له enter. تمام? مجرد ما بختار المصر ده هو قال لي فوق والله انت عندك alignment انت بسميه alignment واحد. نفس الوقت انا حبيت عدل اسمه مسلا بجيب هنا في alignment. طبعا ال properties بتاعته كلها بتزهر لي هنا. هساميه road. road واحد مسلا. مجرد بقول له اوكي. تمام? وبختاره زي من شايفين. او قال لي النوع اللي انت بختاره ده اسمه alignment واسمه road واحد. يبقى النوع ده وات alignment و road واحد. في نفس الوقت لو انا جيت في القيمة اللي على اليسار اللي هي ال prospector. وقلت له والله انا عايز alignment هنلاقي فيه علامة plus ظهرت لي هنا. طول ما العنصر اه عشان نشوفها برضو. انا عندي هنا في الرسمة ما فيش اسطح. ما مش هتلاقي علامة هنا. طول ما العنصر فيه علامة هنا يبقى فيه حاجة تحت منه. القيمة دانية من درجة تحتية. تمام? مجرد ما بدخل على alignment وبقول له plus هنا هلاقي انا عندي هنا ايه عندي ان فيه ال road بتاع اللي هو اسمه road واحد. لو انا زي ما قلت لو انا مش بيختاره او لو انا عندي مشروع كامل وعايز اوفر ال road واحد بعمل كليك يمين عليه وبقول له zoom two مباشرة يعمل لي zoom ايه? زوم عليه. تمام? نفس الشيء بالنسبة للنقاط. طول ما فيه نقاط في الرسمة نقاط سيفل يعني انت لو فتحت الملف للوهلة الاولى. فاتسلكم بس من الغداء. لو انت فتحت اي ملف عشان تعرف النقاط سيفل او كاد بتبتدي مباشرة بتنظر على اليسار هنا. مجرد مسلا على سبيل المسال انت شايف قدام منك فيه نقطة هنا. من غير ما تضغط عليها لو لقيت كلمة ال points هنا وجب منها النقطة الصودة دي معنى ذلك ان فيه نقاط سيفل موجودة في الرسم. يعني ايه? يعني فيه نقطة قابلة ان هي تشتغل لان نفس النقطة دي على سبيل المسال انا امتلها اكس دود نشوف مع بعض هنا اختفت من ايه? اختفت من عندي هنا لان ما بقاش عندي نقطة كاد انا بقى عندي عنصر كاد اه سوري عنصر سيفل بقى عندي عنصر سيفل تم تفجيره. سيفل شايفين لو انا اخترته ما حصلش مع اي حاجة في ايه? في الريبن فوق وفي نفس الوقت اختفت العنصر من هنا. عشان كده كتير الناس بتبعت لي مشاكل مسلا من ضمن المشاكل يقول لي والله انا عندي روحة سيفل بس مش شايف النقاط. البرنامج مش شايف النقاط. لان هي فعليها ما بقيتش نقطة. هي فعليها لو انا عملناها كنترول واحد وشتنا الخصائص بتاعتها هي بقيت عبارة عن بلوك. ما بقيتش نقطة سيفل. البرنامج دولتي على الوضعها الحالي كده مش هيقدر يتعامل معها من خلال القايمة الموجودة على اليسار. ليه? لان هي ما مش عنصر سيفل فعلي. طبعا ممكن بقى في كزا طريقة ان احنا نرجع العنصر ده نستخرج بياناته عشان نرجعه تاني. الفاكرة ان احنا نعمل استخراج لبيانات عشان نرجعه تاني عنصر اين? عنصر سيفل. ولكن على وضعه ده هو ما بقاش عنصر سيفل. وعرفت منين مجرد ما انا بصيت هنا والله ما لقيتش علامة ال 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 الصغيرة هنا حتى في ال ما لقيتش اي شيء اللي بس حاجة اسمها اقول بوينت وفاديا. لو مليانة كان هيبقى نتيلة زي بتاعتها موجودة تحت. في نفس الوقت لو انا اخترت العنصر ما ظهر ليش الايه ال بتاعه فبالتالي ده ما بقاش عنصر ايه? ما بقاش عنصر سيفل. اما عنصر سيفل زي كده مسلا ان هو الفيتشور لاين هو ظهر لي وقال لي ده اسمه برضو لو عملت له تمام كده? اضغط عليه ما بقاش موجود معي ايه? موجود معي. رغم ان هو طبعا مسلا موجود في ال او كده. ولكن ما بقاش عنصر سيفل لانه تم تفجيره. بقى عبارة عن ايه? انه عملت كنترول واحد بقى عبارة عن طبعا دايما اه ويفضل برضو اه الناس طبعا بتجيل لنا اسئلة كتير وان شاء الله احنا نحاول نجاوب على اسئلة بشكل عام. ولكن هي الفكرة كلها حاول دايما كده تبقى انت واخد زيادة قابليها اللي هو ايه? اي عنصر انت شاكك فيه اضغط عليكم ترول واحد وشوفوا نوع ايه. واخد بالك ده ان مش شرط الشكل ده هو الشكل ده هو شكل سيفل ار. ولكن هو فعليه مش سيفل هو مسلا بلوك. عشان تبقى انت عارف استباقيا الملف بتاعك ده قبل ما تبتيتي تسأل حد مسلا احيانا الناس بتسأل طبعا وربنا بيقدرنا ان احنا بنجاوب على الناس ولكن ساعد بنتأخر عليهم فبدل ما ما تستنى ان حاول انت نفسك تحل موقفك او تحل مشكلتك ازاي ان انت بتشوف العنصر ده ليه مش قابل معاك عملت لك يعني يقول له كنترول واحد بيدي لك التفاصيل بتاعته كاملة يقول لك ده بلوك يبقى انت عرفت ان ده ايه بلوك مش عنصر ايه مش عنصر سيفل. تمام كده? اه اتمنى لغا كده الامور سهلة وبسيطة وواضحة. اه هنبتدي دوقتي نعمل مقارنة بسيطة ما بين السيفل والكاد. وايه مشاكل اللي بتزهر? ان هنا في مشكلة اساسية. اه عندنا بتزهر في حالة لو احنا فتحنا ملف في كاد في سيفل. وعنعرف ايه المشكلة دي وايه تطوراتها وايه وايه امورها. لحد كده الامور واضحة شباب ولا في حاجة? الله يبرايك لك يا رب. اه وانسى عمر عقباك الدورة ولا هي? عشان انت كنت مستنيها قولتني وكده. اه امتزل عبانا بتعلم اوة ان شاء الله طب عليها. الله يبرايك لك يا رب. الله يبرايك لك يا رب. اه من دمنا الحاجات برضو بخصوص التعلم ما استأذلك معلش حتى للشباب اللي موجودين معنا. دايما كده خدها قاعدة معي. لما بتشوف حاجة جديدة او بتشوف فيديو جديد. ما تبتلش على طول ان انت تاخده وتبتدي تشتغل. يعني في ناس كان بتعمل الخطوة دي. اللي هو يبتدي يشتغل مع مع الفيديو على طول. عادة اتفرج على الفيديو. بالذات لو فيديو مسلا صغير على حاجة. مسلا تتفرج عليه بالكامل عشان تعرف الفكرة من البداية. لحد النهاية وتبتدي بعد كده تعيد الفيديو تاني وتبتدي تطبق. ده ده البيزيك كونسيبت اللي انا دايما بشتغل به كده. انا مسلا ما بدور على حاجة ما بخدش اللي انا عايزه بهرب. لان في ناس تعمل كده. بخدش يتفرج على حتة اه انا خلاص خدت اللي انا عايزه بيطلع من الفيديو وخلاص على كده. هي الفكرة ان دايما عادة اللي بيشرح بيشرح او الحاجة النموذجية ازاي بتتعمل. يعني مسلا انا هشرح نموذجيا ازاي مسلا بتحل المشكلة دي. بس في حلول اخرى لنفس المشكلة دي. افرض انت اقعت في المشكلة دي بس مش عارف توصل الحل الاول ما نفعش معاك. بس ايه يرجع تاني يسأل طبعا جماعة والله في نفس الفيديو. يقول لي ما انا اتفرجت مسلا على الفيديو ما لقيتش لا. الفيديو مسلا احنا حللها المشكلة دي ثلاثة اربع طروق. فدائما مسلا اتفرج على الحاجة كلها على بعضها. خد منها الفكرة ان انت اكيد تستفيد منها. تخد منها الفكرة وبعدين ابتدي ايه يرجع تاني تفرج عليها وطبق في جزء اللي انت عايزه. ولكن هنجتدي بس نشوف حاجة بسيطة اللي هو الكاد والسب. هنفتع معيش بس الكاد هاستأذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكاد وده السفل تماما. سايد باي سايد كده نجيب الكاد وده نجيب السفل. الفرق الاساسي ما بين الكاد وده السفل التمبليت اللي بتفتح. التمبليت اللي بتفتح. لما بتجي تفتح ملف في الكاد وبتيجي مسلا على الليارز بشكل عام. هجل اقف هنا. واقول له انا عايز اشوف الليارز. بتلاقي لير زيرو فقط. ده رقم واحد. اول حاجة بتلاقي ان الليار بتاعتك لير زيرو. في حين ان السفل لو انت فتحت ملف جديد ان هتعافل ده. تمام? واقول له انا عايز افتح ملف جديد. ده ملف جديد مفخوش اي شيء ما عملناش فيه اي شيء. لو جينا هنا على الليارز ولاقينا على نلاقي فيه لستة طويلة جدا من الليارز اللي موجودة. رغم ان الملف الفاضي انا فاتحه لسا جديد. الليارز دي جاي من هنا. البرنامج زي ما قلت لكم. البرنامج السفل تري دي لما بيجي يفتح التمبليت بتاعه لو انا جيت قايمة ستارت وجيت قلت له مثلا ما عايز اعمل نيو. تمام كده? وبقول له براوس تمبليت. عنا لاقي حاجة اسمها انه تمبليت سفل تري دي متريك وتمبليت سفل تري دي امبريل. دول الفرق ما بينهم ومن بعض زي ما قلت لكم على الديسك توب احنا لما بيني يفتح بيفتح الامبريل متريك. هي الفكرة كلها ان الشورت كات اللي موجود على الديسك توب اللي بتفتح المتريك بتختار لي اوتوماتيك مين التمبليت ده. اما في حالة لو انا فتحت قيمة الامبريل اللي هو اوتوماتيك بيختار لي مين التمبليت ده. تمام? يعني حتى لو انا فتحت لو انا بالغلط فتحت الامبريل. مجرد ما هونالك اللي انا هاي اقول له انا عايز اعمل ملف جديد. سوري. هزيني اضغط عليها مباشرة. مفروض بقى اضغط هنا. نيو بقول له براوس تمبليت وساعتها باختار المتريك هيفتح لي هيفتح لي التمبليت بتاع المتريك. الفكرة كلها ان التمبليت لما بيفتتح ما بيتفتح له ما بيكونش فاضي. لأ البرنامج محمل بمجموعة حاجات. رقم واحد ده برنامج السيفل. اما مردمج البرنامج السيفل لأ. لو احنا فتحنا معيش هنكبر شاشة السيفل شوية. نبص اول حاجة كده على الشمال تحت. نلاقي ان البرنامج السيفل في مجموعة سكيلز موجودة هنا. ده خاصة بمين خاصة ببرنامج السيفل. ده رقم واحد. رقم اتنين البرنامج نفسه لو جينا بقيمة سيتنج وبنعم نتقي مين وبنقول له ايدت بيديني ان انا عندي ان انا بالمتر. تمام كده? وبيديني ان في عندي ممكن اشتغل بيها. برنامج الكات برضو مفوش الجزئية ده. تالت حاجة ودي الاهم اللي هو السيتنجز بتاعتنا كل عنصر من عناصر السيفل تري دي لنمعين من الستايلات. استايل خاص بالعنصر نفسه من حيث اللون والشكل وما الى ذلك. واستايل خاص بالكتابات الملحقة بالعنصر ده. يعني كتابات محقة. يعني اللي مثلا الالايمنت لو على سبيل المسال انا جيت عملت هنا الالايمنت. تمام? هسميه مثلا رود ارضي زير واحد مثلا وبقول له اوكي. وبارسل مثلا الالايمنت اللي هو من هنا لحد هنا وبضغط انتر. زي ما انتوا شايفين هو رسمي الالايمنت او مصار وكتب لي عليه كتابات. فالكتابات دي لها ستايل والمصار نفسه لي ستايل. تمام كده? طب الستايلات دي موجودة في موجودة في قائمة سيتنجز. تمام? الفكرة بقى كلها ان الستايلات دي محملة في البرنامج. فعشان كده البرنامج لما بينزي بينزي بالقوائم اللي موجودة معنا اصلي بالله يا رضا اللي موجودة دي. لان كل ما هنالك ان الستايلات دي موجودة على مين? الـ options بتاعتها لو نجينا مثلا عنا سبيني نسال في الpoint في الpoint style وجيت مثلا في قائمة البيزيك عمانتي كليك يمين ويطلق edit. وجيت في قائمة هنا بيقول لي مين? بيقول لي والله ان الماركر او شكل النقطة دي موجود على الـ layer اسمها في نود. تمام كده? والليبل ده موجود على قائمة اسمها في نود داش تكستر. ليه? كده هو البرنامج بيتحمل بالليارات دي. لان الليارات دي هي اللي عليها الـ styleات بتاعت البرنامج. اما في الكاد طبعا احنا ما عندناش اي styleات ما عندناش اي شيء فعشان كده البرنامج الكاد بيطلع لي مين? بيطلع عليه الـ layer بتاعته. اللي هي zero اللي هي فاضية وخلاص على كده. تمام? تبا ده اول شيء. بتاع الـ civil لما بتفتحه لازم بيظهر معك اللي يردي. واللي يردي على فكرة للعلم يعني مش موجودة كده اعتباطا او مسمياتها كده غير يعني مش مسميات civil دي. بناء على الـ cad standard. national cad standard. طبعا هي كانت في محاضرة حلوة جدا. انا مش شعب صراحة بمياربيا عندهم حضرات الموضوع ده. لا ولكن اكاديمية الدارين. كان صراحة في كورس جميل جدا عن الموضوع ده. كل مسمى او كل حرف من الحروف الموجودة عشان في ناس ممكن ما تعرفش كده standard نقوله سريعا كده. كل حرف من الحروف الموجودة دي ليه دلالة. السي دي مثلا الحاجات الخاصة بالـ civil. لانه اختصار كلمة annotate مثلا على سميل المثال. مثلا على سميل المثال لو قلت c bridge dick. يبقى هو هنا قصده ان السي دوت اللي هو ده civil. الـ bridge دوت اللي هو الكوبري. والديك يبقى ده الخارسانة بتاعت الدك او الخارسانة العلوية للكوبري. هنا برضو عندي c bridge abutment. طب هنا اسيسا بي ار دي جي انا معرفتش هي عيد. لأ هو البرنامي. الـ national care standard موجود في اه كل لير. انا حاول حتى افتح لكم لما ناخد الـ break. اه كل لير موجودة. المسمى بتاعها عبارة عن ايه? والاختصار بتاعها ايه? بحيث الفترة كلها لو انا عملت الشغل انا هنا مسلا موجود في السعودية حاليا. وانا عملت الشغل بتاعي بناء على الـ national care standard ده. وبعدت الشغل بتاعي ده مسلا امريكا او بريطانيا او اي اي مكان في حول العالم. مغرد ما الناس يوصلها الشغل ده تفهم مباشرة العنصر المرسول ده عبارة عن ايه? انا مش محتاج اقول له والله او اعمال له اقول للعنصر ده point مسلا او دوت الـ bridge deck او مسلا ده الـ apartment بتاع الكوبري او ما الى ذلك. تمام? يبقى كل عنصر مباشرة هو مغرد ما بيختار العنصر بيبقى انه في اللير على طول او اللير ده بتقول انه هو الـ bridge deck يبقى ده كده سطح مسلا الكوبري من فوق. ده مسلا الـ edge road وما الى ذلك. فطبعا كل حاجة خاصة الكود بتاعها مسلا الـ C دي خاص بالـ civil لو ماشينا قدام شوية. هنلاقي حاجة تانية اللي هي الـ V. عادة الـ V دي خاصة بالمساحة يعني الاعمال المساعية غالبا بتلاقيه هنا. فعشان كده اغلب الحاجات اللي اعتلاقية مسلا عملية رفعة اعتلاقية مسلا موجودة في الـ C. لكن الحاجات التصميمية غالبا ممكن تلاقيه في الـ V. الحاجات التصميمية ممكن تلاقيه في الـ C وهكذا. يبقى الـ national standard صراحة هي في دورة جميلة جدا لو حابين ممكن اعملكم منشن لها او يعني اعبعد لكم اللينك بتاعها. شاب مصري برضو معتز صراحة شراحة بالتفصيل. يعني الفكرة ان انت ممكن ما تستخدمهاش قوي دلوقتي ولكن انا انصحك ان انت تتفرج عليها ان انت تستفيد معلومة جديدة كويسة جدا في عملية الـ national standard. فالبرنامج نفسه زي ما انت شايفين عمل العناصر بتاعته او عمل الـ style up بتاعته سواء style up الكتابة او style up العنصر نفسه بناء على مين الـ national standard وحاطتها في الـ layers بتاعتي. انت طبعا ممكن تغير layers دي او تغير مسمياتها زي ما انت عاوز ولكن هو الـ Assessi بينزل كده. حتى لو انت كنت عملت برج دلوقتي للملف مش هيردى يشلك مين مش هيردى يشلك الليرات ان هي موجودة واردي فين في الـ style up بتاعتك هنا. تمام كده? يبقى ديك انا من تاني حاجة اللي هو ايه ان البرنامج نفسه بينزل بمجموعة ليرات وبينزل بمجموعة style up موجودة معنا هنا. آآ زي ما قلنا اللي في عندنا وعندنا الفرق ما بينهم وبين بعض مسلا على سبيل المسال هنا بتاعنا احنا زي ما انت شايفين واحد الى الف واحد الى ميتين وما الى ذلك لكن لو انا فتحت على سبيل المسال برضو نشوف الفرق ايه? هو بيفرق في الحاجات الاساسية في 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 اللي موجود تحت على اليسار هنا اللي احنا نشوف نايدا. بس يفتح معه هنا. اهو دلوقتي اللي احنا نفتحينه ده المجرد ما بضغط هنا زي ما شايفين الاساسية مختلف تماما عن مين? عن الاساسية بتاعنا تمام? الوحدات الاساسية انا ايسف معلش. الوحدات الاساسية عندي هنا في ال انا انا فلت اه انا اسف او 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 لو جيت هلاقي الوحدات الاساسية بالفيت تمام كده? اه برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بيشتغل عليه البرنامج بمعنى ايه? لما ديجي بنشوه الله بعد كده بنشح بالطرق في الطرق اثناء وانت بتعمل الطريقة على سبيل المسال لو انا جيت في العلائمينت هنا. وجيت قلت له والله انا عايز اعمل العلائمينت او عمل العلائمينت من جديد. تمام? زي ما نشاف هنا هو اريد شغلت بالفيت والانش. هيشتغل بالفيت والانش طول الشغل. زي ديزاين كارتيريا بتاعته اللي هي الستاندر بتاعه وزي ما بقول الكود بتاعه. هيبتدي شوف الكود بناءة طبعا مثلا وانا نقول طول على سورة عيد ستين فهو هنا جايب لي ميل في الساعة. في نفس الوقت لو انا قلت له الـ Design criteria بتاعتي هيبتدي شوف لي مين يشوف لي هو أن تشغل والله الـ Roadway بتاعك الـ Roadway Design Standard اللي هي بتاعت 2011 الـ Imperial هو مختار لي هنا عناصر التصميمية الخاصة بالـ Imperial كل الوحدات الـ Imperial على سبيل المنسان طبعا هو محمل البرنامج بالـ Code الـ H2 اللي هو الـ 2014 والـ 2018 الجديد حتى والـ 2011 2014 سوري و 2011 و 2018 فزي ما تشابين ثم أنا فاتح في الـ Imperial هو مباشرة شاب لي الـ Code الخاص بالـ Imperial لكن لو أنا روحت لنفس البرنامج الـ Civil هو هبتدي أقول له أنا عايز أعمل alignment alignment جديد تمام وباجي في نفس المكان وبقول له زي ما تشابين أول حاجة قال لي إن السرعة بتاعتك كيلومتر في الساعة في نفس الوقت الـ Standard بتاعتي قال لي إيه أنت شغلت بالـ Metric فهو شاف automatic المترك ده الفرق الأساسي ما بين هنا وما بين هنا تمام اللي أنا لما بفتح الـ Template أنا نسميه Template لما أفتح التمبلate بتاع المترك فبيجيب لي كل ما هو مرتبط بالـ Metric بعد كده سواء بقى في الـ Design Standards باعتي في الأكواة بتاعتي وما إلى ذلك تمام وبرضو في الـ Skills بتاعتي أما لو أنا فتحت في الـ Imperial بيجيب لي حاجة الـ Imperial طبعا في الكاد اللي حياتي لو من تونيدي لا دا ولا دا الكاد غلبان يعني ملوش دعوا بالموضوع قال فده كده الحاجات الأساسية ما بين هنا وما بين هنا إيه بقى المشكلة المترطبة على اختلاف إن الكاد وإن السيفل سوري إن لو أنا فتحت ملف كاد جوه السيفل ملف كاد جوه السيفل لأن الفترة كلها لما بفتح أنا ملف الكاد جوه برنامج السيفل ملف الكاد نفسه مفهوش استيلات مفهوش الليارات بتاعتي مفهوش أي شيء على سبيل المثال أنا هفتح ملف الكاد هنا أقول لأوبن تمام أنا مجهز لكم ملف كده كتست على الديسك توب اللي هو إحنا نسميه Autodesk هنا بوينت مثلا اللي هو دا سايد الزامبل داته وبقول لأوبن أنا كده فتحت ملف كاد جوه السيفل أنا قادر اشتغل عليه كما هو ما فيش أي مشكلة ولكن المشكلة كلها هتجيلي في حاجات معينة رقم واحد لو أنا بصيت هنا في الـ Scale زي من شايفين جايب الـ Scale مختلف تماما عن الـ Scale اللي أنا بشتغل به حلو مش اللي هي واحد لمية واحد لألف وما إلى ذلك ده رقم واحد رقم اتنين لو أنا جيت في مثلا في الـ Point وقولوا والله أنا عايزة عمل Point Style هيقول لي والله أنت عندك الـ Standard طب أنا عايزة عمل Alignment كان Alignment دلوقتي فيه عناصر كتير في الـ Alignment Style هيقول لي Standard أيبقى كل حاجة عندي Standard ليه؟ لأن برنامج سوري الـ Template اللي تفتح حليل كاد أساسا مفهوش أي مفهوش أي مفهوش أي ستايلات مفهوش أي شيء فبالتالي لما هيفتح عندك هنا في الـ Civil هو أنت فتحت في الـ Civil وكل شيء ولكن الـ Civil بيشوف محتوى الأساسي بتاع الـ Template محتوى الأساسي مفهوش الإيرات بتاعتك زي ما أنت شايفين هو فيه مجموعة الإيرات اللي هي أننا كنت شغالي بأسنة طبعا نكون مشغالين بالمشروع بتاعنا في الكاد الـ Standard شغالين بس مجموعة الإيرات دي اللي هي العناصر اللي موجودة والعناصر كلها هنا موجودة عبارة عن خطوط ودواير وبلوكات ومنذ ذلك فالعناصر دي ملهاش الـ Stylite الكاد ما عندهش الـ Stylite للموضوع ده فلو أنا حبيت أشتغل على اللوحة زي كده يفضل أن أنت ما تشتغلش على الوضع كما هو دلوقتي ليه؟ لأن الوضع كما هو هتتعب كتير جداً أنت هتعمل لكل عنصر من عناصر الـ Civil اللي بعد كده اللي عايز تعملها مثلاً عايزة عمل نقطة هبتدي عمل لها Stylite من جديد هبتدي عمل سطح هعمل له Stylite من جديد ليه؟ لأن كل شيء راحت الـ Stylite بتاعته كل شيء بقت الـ Stylite بتاعته Standard في حين مثلاً هوا زي من شايفين هنا أنا عندي Surface Style هي حاجة Standard بس لكن لو فتحت اللوحة أساسية وقلت له والله اللي هو الـ Tempulate الأساسي بتاعت السيفل وقلت له Surface Style زي من شايفين كام قد إيه عدد إيه الـ Stylite اللي موجودة ففام كده؟ وطبعاً الـ Stylite اللي مش فاهم الـ Stylite اللي هو زي ما قلنا الشكل العام بتاع السطح سواء Stylite إلى ذلك أو شكل الكتابات المرتبطة بي فهو البرنامج محمل زي ما قلنا بالموضوعات دي كلها لكن في حالة لو أنت فتحت ملف كاد مباشرة في السيفل وحبيت تشتغل هتبتلي زي ما قلوه إيه From Zero هتبتلي من البداية وطبعاً دا هياخد مجهود ووقت وتاعها بتتيل جداً 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 طيب الحل هنا إيه؟ هو طبعاً في حلين حل غير محبب وحل محبب الغير محبب اللي أنت بتيجي على قائمة Manage وبتيجي تقول له import styles هنا بتعمل styles سرعي هعمل لك import styles هجيب لك الستايلات كلها من أي ملف تاني ملف سيفل حتى لو ملف فاضي حتى لو ملف فاضي مجرد ما بتقول له import هو طبعاً هيقول لك عمل سيفل الرسمة الأول وقالت بتقول له import وبيقول لك فين الملف اللي أنت عايز تجيب منه الـ Data هتقول له والله حتى لو ملف فاضي زي ما قلت لكم بتعمله ملف فاضي على الـ Desktop بتقول له هو الملف ده وبتدي يستدعي لك نجرب كده على سبيل المثال أنا عندي الرسمة دي اسمها drawing واحد وفاضي ما فاش أي شيء بقول له control S هسايفها في الـ Point هنا واسميها drawing باسم drawing 2 مفيش مشكلة وهاجي هنا بقول له control S لازم بعمل سيفل أول قبل ما ابتدي استدعي الـ Styles وبقول له import style تمام؟ فبيقول لي فين الـ Styleات بتاعتك فبروح أنا عندي هنا في اللي هو السيفل في الـ Points اللي هي drawing number 2 وبقول له open ودلوقتي بيبتدي يعمل تحليل للملف اللي هيجيب منه زي ما انت شايفين قال لي والله انت عندك ستايلات في كل العناصر دي في الـ General Point والـ Surface والـ Parcel وما إلى ذلك لو انت عايز تستدعيهم كلهم أوكي مش عايز تستدعيهم كلهم بتفيد يضغط هنا وتشيل ايه وتشيل كل الـ ايه كل اللي موجودين على اللي موجودين تغطينا تريبا اه أو بتشيل عن مثلا كل الـ ايه كل العناصر الموجود اللي هنا فيه طبعا underlasing يعني فيه حاجات ايه تحت بعض دي وزيت برضو في الـ Import Settings اذا وانت عايز تعمل Importless Settings تمام في الحالة دي انا عايز ايه عايز قوله وبقوله أوكي وبقوله أوكي وبنتظر لحظات بيبتدي هو يعمل استدعاء لكل الـ Styleات اللي موجودة في الملف اللي انا اخترته للملف اللي انا موجود فيه طبعا دي حلوة جدا في حالة لو انت بتنقل Styleات ما بين ملف سفل لملف سفل تاني يعني مثلا على سبيل المسال انت عايز تبتدي تعمل استايلات زيادة عن الاستايلات الـ Standard اللي موجودة في ملف سفل خاص بيك وعايز تعمل Standard Template اساسي تستدعي منه وفمكن في اي وقت تستدعي منه بالطريقة دي لو انا جيت هنا في الـ Point وقولتلو Point Style زي من تشوفين جاب لي كل العناصر الموجودة وكمال معهم كلمة الـ Standard اللي كانت موجودة نفس الشيء هنا لو انا جيت في قائمة Surface وقولتلو Surface Style جاب لي كل الاستايلات اللي كانت موجودة في الملف التاني زياد ملف الاستايل اللي كان موجود بالفعل في اللقاح لما افتحتها ده في ملف مين ملف السفل نفس الشيء لو انا ضغطت هنا هنا ما عمل ليش مين ما عمل ليش الـ Skills بتاعتي طيب انا لقى احبب بالطريقة دي بالذات لو الـ Skills عندك هنا مش مظبوط وما الى ذلك طب الحل ايه ابسط حل واسهل حل طبعا احنا كنا عملنا حلول كتيرة ايام الفيديوهب بتاعتنا انا هقول لك الابسط حل اللي انا بستخدمه على طول كل ما هونالك افتح ملف في الكاد بتاعك او اللوحة بتاعتك سواء في الكاد او في السفل ايا ان كان ما فيش اي مشكلة تختارها كده كلها تعلم عليها كلها ولو هي عناصر كتير بتقول له Ctrl-C حلو كده فبيقول لك Select Object بتقول له All يبقى انا هختار كل اللي موجود في الرسم وبقول له Enter Enter كده اخدني copy من كل العناصر اللي موجودة في الرسم مجرد ما بفتح ملف جديد في السفل 3D تمام طبعا زي ما قلنا الملف الجديدين بييجي محمل بالسطيلات بتاعته بيجي كل شيء بالسكيلز بتاعته وباجي هنا في قائمة Home على قائمة Paste وبقول له Paste to Original Coordinates يعني نزلي الداتا اللي انت جايبها دي في الكوردنات الاساسية بتاعتك وتنتظر لحظات على حساب طبعا حجم الملف بيبقى صغير ولا كبير فبالحالة دي هو خلاص خلص فبعمل zoom accident بيجيب لي الرسم كده رسمتي انا استفدت بايه رقم واحد استفدت ان الاسطيلات بتاعتي كلها موجودة التمبليت الاساسي بتاعي بتاعي موجود بكل تفاصيله بكل عناصره تمام وفي نفس الوقت جبت محتويات اللوحة كلها من هناك جبتها هنا يبقى تيها ده الحالة المثالية اللي ابتدي اشتغل عليها البرنامج اشتغل عليها حالة مين حالة ايه ان انا جبت اللوحة من كاد لسفل ده ابسط حل واسهل حل واحسن حل في حل تاني كنت شرحتنا للشباب قبل كده ان هو انا بعمل insert للوحة الكاد جوه لوحة السفل من خلال قائمة insert العادية تمام كده وبقول له ادي الinsert تمام وبقول له plug from library وببتدي اشوف اللوحة بتاعتي في الحلقة دي اللي هي في الpoint اللي هي دي تمام كده وبقول له open بس بيبقى في مشكلة هنا عندنا بتظهر استعدينكم نبص عليها اللي هي اه والله شاشة البلوك الجديدة دي انا ما اشتغل ما اتعملتش معاها سويا كده بس اشوف هو نازل او لا نازلش يا ولد اه insertion point scale طب لا ما اشتغل عشان او مرس ما مستخدمش الinsert انا في البتاعتها هو ما ابدأ ايا المشكلة بتحصل في الحملية لما اعملت insert من لوحة كاد للوحة كاد ادخلها جوه السفر بالطريقة اللي انا هنطلقوا عنها خايمة insert البرنامج كله اهم شيء اللوحة اللي انت جايبها من الكاد تكون المحتويات بتاعتها اساسا بالمتر يعني تفتح لوحة الكاد الاول في الكاد وتخلي اليونت سبعتها بالمتر ده اهم شيء لازلت تعمله قبل ما اتجيب اللوحة يعني مسلا على سبيل المسال انا هفتح نفس اللوحة على الكاد تمام وقبل ما اعمل لها عملية الinsert دي اعمل un لو اليونت وبقول له enter لازم اتأكد ان اللوحة ده بداعتي هنا ايه بالمتر مش بالفيت عشان لو انا عملت بالفيت كده وعملت لها استدعاء من خلال قائمة insert في سيفل 3D هيبتدي هو اوتوماتيك يعمل لها scale معنى ان هو يعمل لها scale يبقى انا عندي كل المناسيب اختلفت كل الابعاد اختلفت كل اللوحة اختلفت بشكل عام دي مشكلة كبيرة جدا بتحصل وفي ناس كتير للأسف بتعدي عنيها الموطة دي وما بياخدش بالها ان لو اللوحة بتاعتك الinsertion بتاعتك اللوحة الاساسية بتاعتك اللي يالكاد بواحدة تانية غير المتر وجيت عملت لها insert زي ما قلنا كده طبعا خلق قيمة insert اقول طبعا انا عايز اعمل insert اللوحة دي تمام كده اللي هي لوحد احنا هحاول املاها insert والله بس انا مش عايب صراع الinsert الجديد ايه موقفه insert اتعزماني يا شباب طيب داش داش insert داش insert عجبها ليت عايش ناس بس هي الفكرة في كده ان انت لو عملت لها insert في السيفل اللي عندنا هنا وما خدتش بالك ان الواحدات الاساسية مش بالمتر اللوحة مباشرة هكيعمل لها scale فعشان تهرب من الجزئية دي نصيحة مني لكم كاخ كاخ كبير سامقوني عشان انا سنيك سني اكبر من سنكم كل ما هونالك افتح اللوحة بتاعتك سواء في الكاد او في السيفل اعلم عليها بشكل عين كده كلها لو تقدر تعلم عليها لو ما تقدرش قول له control اه سوري اللي هو copy لو تعمل control c اللي هو copy فبيسألك ايه لعنصر فبتقول له all تمام وده بالانتر وبتروح في السيفل في الملف الجديد بتاعك تعمل paste original coordinate عجيلك اللوحة بتفاصيلها وفي نفس الوقت بتحتاج ايه بيبقى معاك تفاصيل مين تفاصيل اللي هو التمبليت بالكامل تقدر تشتغل ايه تشتغل عليه دي كانت الحاجات الاساسية ما بين السيفل والكاد بشكل عام تمام كده اه اتمنى يعني كل الفرق ما بين الاتنين بين وفي حاجة اقيرة كنت عايزة اعملها لكم demonstration دايما بيقوله كده عايزة اعمل لكم بس حاجة بسيطة جدا عشان تشوفه بعد كده ايه الفرق ما بين السيفل والكاد على سبيل المنسان بس هنعمل خط طوله مسلا عشرة متر اه لو جاء مسلا قالنا يا جماعة احنا لو انطلب مننا ان الخط داي يبقى عليه text text داي يمثل طول الخط حلو كده ويتغير automatic مع طول الخط على سبيل المنسان في الحالة دي احنا بنستخدم حاجة اسمها الفيلد الفيلد اللي هو اللي عبارة عن text جوا حقل الحقل ده بيبقى مرتبط بحاجة اللي هو object كيبا انا هخلي الكتابة اللي موجودة جوا هنا مرتبطة بعنصر ايه هو العنصر باختار له العنصر بقول له العنصر ده بقول له انا عايز الطول بتاعه بالوحدات اللي موجودة دي وبقول له اوكي تمام يبقى كده ده كده جاب لي هو ايه جاب لي طول الخط بتاعي اللي موجود في حالة لو الطول بتاعي ده اختب لف احنا سابقيني مثلا انه هغيره هخبيني مثلا كده تمام مجالة بتعمل re و enter فبيغير لك مباشرة طول الخط فين طول الخط هنا طيب لو انا حبيت ان انا اعمل ايه ان الاتنين دول يبقوا بلوك واحد الاتنين دول يبقوا بلوك واحد فانا اعلم عليهم الاتنين وبقول له مثلا بلوك تمام وهقول له ايه هسمي line وهقول له البيك بوينت بتاعته بالنوطة دي وهقول له اوكي تمام طيب انا عايز اعمل extend للخط ده الخط ده هيبقى variable بيجروا يصغر فالحالة دي مدام هو بلوك مع بعضه عشان هما الفكرة يكون هما عشان يتحركوا مع بعض الناس بيجروا بلوك واحد او جروب واحدة فالحالة دي عشان اعملها بلوك فهبطر ان انا على اسم الانسال عمله ديناميك بلوك فسريعا انا عمل حاجة اسمها ديناميك بلوك اللي هو انا هعمل نوط linear تمام من البداية لحد النهاية ويقفل هنا تمام والديناميك بلوك سريعا انا هعمل خسائصه ان هو يبقى نجريب واحد بس تمام وهبتدي اقول له والله انا عايز اعمل حاجة اسمها stretch stretch من الخط اللي انا عملته في المنطقة دي وين هختار العنصر بتاعي اللي هو ده وبقول له enter وبقول له close ها دي close يبقى كده الخط بتاعي مجرد ما انا بعمله stretch كده ماشي وبقول له re بيبتدي يتغير طوله وبيتغير مين يتغير الكتابات اللي عادي حلو كده يبقى انا كده عملت خط بس هنسريعا كده في الكاتل العادي عملت خط مجرد ما بصغره او بكبره بيغير المعايير بتاعتي حلو طيب لو انا حبيت اللي انا اعمل حاجة تانية اللي هو ايه لانا زي ما انت شايفين انا مسلا اصغرت الخط وجبت الخط لحد هنا الكتابة موجودة في حتة والاستريتش موجودة في حتة تانية طيب انا عايز اخلي دايما الكتابة في نص نص الخط طيب اقول له اوكي ابتدي اعمل الستريتش دا تاني اعمل سوري سريتش تاني لنفس العنصر دا في نفس المكان تمام وهختر الوبجيكت بتاعي اللي هو دا وبقول له انت يبقى انا كده عملت سريتش تاني حلو كده الستريتش بتاعني التاني دا هنخلي بس القيمة بتاعته عبارة عن نص 0.5 ليه لو انا كبرت الخط التاعي بمقدار خمسة هو يحرك الخط التاعي دا يمشي الخط التاعي دا بمقدار نص القيمة بتاعته اللي هي 2.5 لنطول اوكي ونشوف القيمة مع بعض او احصل لنا اعملت حاجة تانية انا ياسف اختار ما احنا حاجة ايوة اقول له او احنا هنعمل الانصر دا من المنطقة دي وهختار دا وبقول له انتر وانغير اللي على يمين دا هنخلي يبقى مية نص بس وبقول له اوكي 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 تمام كده في حالة لو انا غيرت طول الخط زي ما انا شايف انا تلاقي دايما الكتابة بقت موجودة في النص وبنفس الوقت الكتابة عاملة ايه الكتابة موجودة معايا في النص وفي نفس الوقت بيجديني اندكيشن الكتابة بتتغير بناء كل ما بعمل الري بتغير الكتابة طبعا احنا عملنا كب خطوة عشان نوصل للموضوع دا حلو لو عملنا بقى روتيشن دا موضوع تاني عشان تعمل بقى روتيشن للخط دا موضوع تاني موضوع تاني فتبخيل بقى لو حد جاء لك طب ما اش والله هش انا عندي مثلا ال على سبيل النزال ال 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 انا عايز نفس الفكرة اللي انا عامل عليه الخطوات دي ان انا اظهر على كل خط من الخطوط دي الكتابة بتاعتك وبالمرة ضيف لي بداية ونهاية كل خط ال نشط طبعا انت عشان تعمل الكلام دا بال اوتوكاد انت عايز تعمل موال كبير او في ال انت مش محتاج ولا حاجة من الحاجات دي كل ما هونالك العنصر اللي انت اخترت مجرد تدخل على قائمة انوتات شوفوا الفرق الرهيب ما بين هنا وما هنا تدخل وفي الكرفات انا عايز اصير على حسن على سبيل النساء بيقول segment واحدة ولا multiple segment فبقول لها multiple segment فبقول طيب فين فبقول لها العنصر دا طبعا الكتبت زي ما انت شايفين كيف ريت اوي هنبتدي بس نصغرها بباشرة انا مجرد ما اخترت العنصر هو الراجل كتب لي ال ال بتاع وفي نفس الوقت اخت الزب بتاع لو انا غيرت في اي وقت الخط العادي هو اوتوماتيك بيغير لي الكتابة وبيغير لي كل عنصر من العناصر اللي مكتوب عليه تمام كده زي من شايفين ده انا حتى عملته هنا كيف غيرت وعملته كيف اوتوماتيك بيغير لي بيقول لي والله ده الريدي بسيطة جدا اللي هي في AutoCAD اللي احنا عادنا نعملها بشوية وما الى كله حين ان احنا في لحظة واحدة عملنا الكتابات اللي احنا عايزين وطبعا الكتابات دي قابلة للتعديل وقابلة للتغيير زي ما انت شايف تخلي دي فوق ودي تحت زي ما انت عاوز الكتابة او تظهر بيانات كتير عليها انا عايز اظهر بداية الخط ونهية الخط وما الى ذلك كل ده انت تظهر تتحكم فيه بشكل سهل جدا وبسيط جدا جدا ده برنامج السفل ده مثال بسيط او ازاي تتعامل مع حاجة سفل بسيطة وحاجة كات بسيطة اللي عبارة عن خط وايه الفرق الرهيب ما بين الاتنين وما بين التغيرات ما بين ده وما بين ده اتمنى لغاية كده احنا قاررنا ما بين السفل والكاد وشفنا الوجه العام بشكل عام والأمور الى حد ما اوضح بكتير ان شاء الله يعني بالنسبة لكم قبل من نخش بقى في التفاصيل والمعم لغاية كده الامور تمام ولو في هلو يا شباب ايو شوانت محظوطك ايو بي لحد عنده اي استبصار او اي حاجة اه لو حد عنده سؤال الان لو حد عنده سؤال في اللي احنا كلمنا فيه وما الى زيك هو الديناميك بلوك احنا طبعا عدنا عليه سريعا بس طبعا هو بحر كبير الديناميك بلوك في الكاد بس انا حبيت اجيب المثال ده عشان ابعين قد ايه ان السفل اسهل من الكاد في الموضوع ده بزيط الموضوع كتابت زي كده يعني تمام على بركة الله اعتقد ان كده الاساسية دي الحاجة الاساسية طبعا هو معيش والديناميك بلوك ده هستأذنكم طبعا هو حاجة غير غير الموضوع اللي احنا فيه بس انا حبيت بس ايه اخد مثال نقدر نشوف نشوف الفرقة منهم بين بعض طبعا اعتقد كله يعني ما فيش انا انا شايف كده في الشات الاساسية بتيجي في الشات صح كده هندسة ولا ايه او صحات بتيجي في الشات ولو حد عند سؤال اللي عايز صوت بيان رايز هند طب رايز هند دي اوص الله مين انا طيب رايز هند اول رايز هند ده اخلي افتح الصوت واسع بمبشارة طيب خلاص ماشي اعتقد كله تمام طيب حلو اوي كده ممكن بلا يبتدي ايه ندخل في المعمع جاهزين يا شباب ان شاء الله خير هستاذنكم بس اجيب مايا معيش عشان مجيبتش مايا جمع مني وصوتي خلاص بيروح هستاذنكم نجيب مايا لحظة واحدة ممكن معلش هستاذنكم بسم الله الرحمن الرحيم طيب المستعدين نبتدي في النقاط طبعا انا حاولت اخلي كل المحاضرات وان شاء الله المحاضرات الباية هتبع بعيدة خلاص وان شاء الله زي ما بيسموها powerpoint not powerpoint يعني مش عايزة نخلي باية تيها powerpoint وتاع نزيل نخش في المعمع على طول عشان نقدر بقدر الامكان نديكم اكبر قدر من المعلومات طبعا كل موضوع نتكلم فيه في موضوعات مهمة اللي هي بتبقى تعريف الموضوع نفسه وازاي نتعامل مع العنصر نفسه وعنصر السيفل وازاي نقدر نحقق الغاية منه الحالة دي يعني نبتدي باول حاجة اللي دايما من الناس بتبتدي بيها وان احنا بتبتدي بيها اللي هي النقاط النقاط هنا تمثل ايه يا إما نقاط رفع مساحي لان عادة احنا بنستخدم مليت النقاط فيها إما انت بترفع حاجة من الموقع فعلية وبتحب تشوفها بعد كده على الراسم أو على البرنامج بتاعك ويتحب تستخدمها بعد كده في مراحل تانية أو انت بتستخرج داتا من التصميم اللي موجود منك وغالبا استخرج الداتا ده بيبقى عبارة عن عشان التنفيذ يعني بيبقى عبارة عن بيانات اللي هي النقاط اللي هي بعد كده بياخدها مثلا جامعة المساحة اللي شبهنا كده بياخدوها ويبتدوا اشتغلوا بها في الموقع فالنقاط يعتبر موضوع أساسي لأي مستخدم لبرنامج السفل 3D نفس الشيف الأسطح أغلب اللي بيشتغل على برنامج السفل بشكل عام بيحتاجوا النقاط والأسطح على الأقل لازم عنصرين دول أساسيين يبقوا معاك كل إيه يبقى انت مدرك إيه هي النقاط وإيه هي مدرك الأسطح وإزاي تنتعمل مع الاتنين بشكل صحيح وتشتغل بيهم بشكل صحيح عشان هم دول يعتبر أساسي موجودين في كل موجودين في كل في أغلب العناصر التصميمية بتاعت البرنامج أو أغلب مجلات البرنامج بشكل عام فعنبتدي من النقاط النقاط إما تمثل النقاط على سبيل النساء النقاط رفعين ساحي موجود جاي لك من أجهزة مساحية مثلا من الموقع يعني يمثل الأرض الطبيعية اللي موجودة أو وضع الشوارع اللي موجودة أو آئين كان الوضع اللي موجود أو أنت بتعمل النقاط تصميمية جوة المشروع ففي قيمة النقاط إحنا عندنا نبصنا كده ألاقي على الشمال هنا في قيمة البرنامج حاجة اسمها الpoints وحاجة اسمها الpoints group الpoints دي اللي هي النقاط بتاعتي كل ما هو النقاط هيبقى موجود معي في الpoints هنا وفي نفس الوقت هيبتدي يظهر معي في اللي ستة اللي تحت هنا هرجينا إن شاء الله دلوقتي لما نشوف في حاجة اسمها الpoints group الpoints group دي عبارة عن جروبات أو طبعا الgroups معروف كلمة group إنه هو التجمع للنقاط أنت بتعمل تجميع النقاط بناء على خصائص معين زي ما هنشوف برضو دلوقتي إن شاء الله أنا قدر أعمل تخصيص معين أو ممكن تسميها فولدرات على سبيل المثال تسميها فولدر أنا عايزة أعمل فولدر لنقاط مثلا ذات كود معين أنا مثلا بعمل رفع مساحي للطرق والشوارع فأنا عايزة أخذ كل ما هو عبارة عن مثلا cover منهل بتاع مثلا sewage line أخليهم كلهم في مكان واحد بحيث لو أن حد سألني بعد كده هشامل انت رفعته كام أو إيه هي مناسيب أو إيه هي عدد المناهل اللي موجودة في المنطقة في لحظة أقول له والله إنت عندك مثلا 20 منهل 30 منهل ما إلزال ممكن أكون أنا رفع مثلا 1000 نقطة ولكن البرنامج automatic هيجيب لي بس مجموعة النقاط الخاصة بالمناهل ويحط لي كلها في جروب واحدة أو في مكان واحد بحيث أقدر أستخد جداتها بتاعيتها مباشرة نفس الحكاية مثلا لو شجر أنا معي مجموعة شجر رفعت مجموعة شجر مطلوب مني أعرف عددهم فأنا مثلا أعمل 1000 نقطة من ضمنهم مثلا 30 أو 40 نقطة شجر ففي لحظة واحدة هقدر أعرف مكان الشجرة دي فين تفاصيلها إيه وهأعرف أعمل كل حاجة خاصة تمام كده من خلال اللي هي الpoint groups الpoint groups مصممة موجودة جول البرنامج معمولة عشان أنت تقدر تعمل تنظيم للبيانات بتاعتك خلال خلال الشغل بتاع تعمل تنظيم للبيانات حلو النقاط زي ما قلت لها عدة مصادر إما مصادر خارجية نحن بنجيب النقاط من رفع مساحي سواء بشكل فكستة أو بشكل اكسل أو أيا كان الجهاز المساحي اللي بيرفع معنا اللي عناصر بتاعته وفي نفس الوقت ممكن أعمل نقاط جوه البرنامج لو أنا جيت هنا يبقى حين قلنا في البرنامج أي نقاط أنا هعملها جوه الرسم أو أستدعيها جوه الرسم هتظهر لي عندي في الpoint والpoint groups دي ما هنشوف دلوقتي في الsettings بتاعتي قادر أتحكم في الpoint قادر أتحكم في الpoint style اللي هو شكل النوطة الpoint label style اللي هو الكتابة بتاعت النوطة في حاجة اسمها الpoint file format ودي اللي أنا وجعلها دلوقتي اللي هي إيه هي ال data اللي جاية لي من بره وإزاي يوصفها للبرنامج ال data أجيلي من بره مثلا أجيلي إحداثيات عبارة عن رقم نوطة والإست والنورس والزد لازم البرنامج يبقى فاهم اللي جاية دي عبارة عن إيه عشان يقدر ينزلها في مكانها بشكل صحيح وفي حاجة اسمها description key set يعني حاولنا نعدي عليها برضو وفي الآخر خالص عندنا ال table style هنا في حيات لو أنا عملت table للنقاط وده نشوفه برضو في الcommands الأساسي فإيه ما مبدأ إيه عشان من ننتوش من بعد ده خلينا في البروسبيكتور كيف أنا عنديش حاليا طول ما مفيش نقطة صودة جنب علامة الpoints هنا معنى ذلك إن ما فيش نقاط عندي في الرسم طيب أعمل النقاط إزاي أو أستدعيها إزاي عشان تعمل النقاط من قائمة point تمام كده دايما ما بتيجي تفتح أي حاجة عتلاقي إن الpoint هنا مثلا موجود حيات اسم point creation tools لو أنت ضغط عليها بيبتدي يفتح لك بار معين خاص من point creation tools نفس ال data اللي موجودة هنا أو نفس ال options اللي موجودة هي نفسها اللي موجودة في القائمة المنسادلة هنا في حاجة برضو عشان من محب القوائم المنسادلة أنا من محب ال Ribbon في ناس من محب القوائم المنسادلة أنا عنديش هنا قائمة منسادلة خاصة من خاصة بالسيف الحالي لكن بقدر أفتح من مين مجرد ما بضغط على الكون السغيرة دي وبظهر هنا اللي حاجة اسمها show menu bar ونجرد ما بضغط عليها بيزهر للمنسادلة اللي هي قائمة المنسادلة بتاعت كل حاجة زي ما شايفين point اللي دي القائمة المنسادلة بتاعته surface للأسطح line والكرف والparcel والgrading والalignment دي كل عناصر السفل اللي موجودة غالبا هنا على الحالة اليسار لها قائمة منسادلة هنا تمام كده فاللي حاببها حالي صاري يظهرها أنا صراحة مش بحبها قوي بس هي اللي حاب بيزهرها بيضغط هنا أنا في الحالة دي بقول له hide menu bar عشان كده بختيها لو ضغطت هنا وبقول له show menu bar بيزهر لها لي معي هي نفس options اللي موجودة هي هنا هي نفس اللي موجودة فيه اللي موجودة هنا بس في زي ما يقولوا كل شي اخو لطريقة فغفين ناس بتحب القائمة المنسادلة أنا صراحة ما بحب هذه فخليني ايش قليني شايفين والله manual يعني أنا هاديلو click وهو هياخد المكان اللي أنا عملته له ده وهيعمل eastern north يعني هدخله data عندنا بالresection بالstation offset بالautomatic مجموعة طرق كثيرة أنا قدر عمل بيها النقطة النقطة نفسها يعني على سبيل مسألة أنا حمل manual نقطة يدوية فهو راجل يسألني هنا location بتاع كيفين فبضغطهم أي مكان على الشغل طمام كده نقطة الكاد العادية تقدر ترتيشين ثلاث معلومات فقط معلومة eastern ومعلومة northern ده كده الموقع بتاعها ومعلومة elevation ده كده المنسوب بتاع النقطة يعني النقطة بتاعة الكاد العادية ممكن يبقى eastern northern elevation يعني eastern north دور خاصين location بتاعها والelevation اللي هو الزد ده الخاص بالمنسوب بتاعها أما civil لا انت بتتكلم ان انت ممكن نقطة تعمل فيها ملف بتشرح فيها civil كلها في نقطة civil يعني يعني بقدر احط بيانات كتير جدا في نقطة civil على سبيل المثال لو انا برفع في الطبيعة برفع شجرة حلو كده فطبعا الجهاز مساحي بيدين ال north و z وبقدر احط له الكود بل في الاجهزة المساحية بيدي لك option تاني انت بتحط تفاصيل اكثر ساعة انا ممكن احط تفاصيل خاصة على سبيل المثال ايه هو نوع الشجرة ايه هي حالة الشجرة ايه هو مسلا حجم القطر بتاع الشجرة ايه هو ارتفاع الشجرة تمام كده يبقى كده اربع معلومات جداد اقدر احطهم ما باستخرج جدتها بيقول لي مباشرة والله هي ترفعت الشجرة دي كان الاحداثات بتاعها الاست والنرس والزد بتاعتها كذا وكانت حالتها كذا الشجرة دي وكان الاتفاع بتاعها ونوعها وما الى زين يبقى كل البيانات اللي انا رفعتها من الطبيعة انا مش محتاج اللي انا اكتب يعني على سبيل الوقت وقت الناس او ويكتبها في ورقة وبعدين لما بيروح المكتب يبتدي يشوف النقطة كذا مية او بقى يكتب في الاسل كله في الاسفل لا انت مش محتاج وانت بترفع النقطة خط بس المعطيات دي في الجهاز المسيحي بتاعك هو النقطة نفسها بتحمل كل الاتا دي ومجرد ما بتنزل في الاسفل الاسفل تلك العادية تمام لما ضمن الحاجة اللي هو ابسط شيء وانت بتعمل النقطة فالبرنامج بيسألك تحتي بيقول لك وصف النقطة دي ايه فانا هسميها test تمام كده تست ده الوصف بتاع بيقول طبعا هنا عشان انا بعمل النقطة يعني بشكل يدوي فبيقول لي عايز لها منصوبة منصوبة مسلا في الpoints هنا ظهرت النقطة الصودر اللي على الشمال هنا مجرد بتضغط عليها بيقول لك والله انت عملت نقطة رقمها واحد الاستنج بتاعتها كذا اللي احنا ببصينا حتى هنكبر الشاشة دي شوية كده ما ليش بيقول الاستنج بتاعتها كذا والنورث كذا والإليفجن كذا ده احداثات الاساسية بتاعتها زائد والله انت عامل حاجة اسمها رو بتاعتها تست وعندك حاجة تانية اسمها الفول دي يعني زي ما انت شايفين طبعا كل دي اعمد الداتا انا ممكن ادخل الداتا دي زائد انا ممكن اعمل اعمد او تصنيفات كتير مش موجودة في السيفل زي ما نشوف ممكن او ممكن اعدي علي الراجل هو بيرفع مسلا نتكلم الراجل بيرفع رفع مساحة في الموقع مش هيكتب على سبيل المثال ده بيقول لك ده منهول فمش هيكتب كلمة منهول كاملة فبيكتب مثلا اختصار ولكن الام اتش دي عبارة عن ايه الام اتش دي يعني منهول اه مثلا لو سميناها اي ام اتش مثلا يبقى اه منهول حلو كده فطبعا هو مش هيكتب منهول فبيكتب اي ام اتش في الموقع لكن انا في السيفل بابقى مجهز الام اتش دي تساوي منهول بحيث اي حد بعد كده ياخد الرسمة مجرد انه بيقف عن النقطة بيعرف والله ان الام اتش ولكن هي فعليا النقطة دي عبارة عن الكتر كمان يعني منهول ايه منهول كهرباء او طبعا انت بتتحكم في الرو ديسكريبشن اللي انت بتكتبه سواء بتكتبه ادوي او بتجيبه من برة اما الفول ديسكريبشن التحكم فيه لانا انا ماينفعش اغيره لكني انا دوبل كليك قدر اغير الرو ديسكريبشن مفيش مشكلة الفول ديسكريبشن اللي بتحكم فيه حاجة اسمه ديسكريبشن وانا بقى نرجع لها ان شاء الله ايه بعد كده تمام في الحالة دي الرو ديسكريبشن بتاعي تيست خلاص اوكي تمام تمام طيب انا عايز ازهر بشكل بسيط كده عايز ازهر والله البيانات دي اللي هو الاليفيجن اللي هو المنسوب والرو ديسكريبشن بتاعي اللي هو الوصف بتاعي ده تهام؟ فنزهرهم ازاي؟ مجرد ما احنا عملنا نقطة زي ما نشافين الكلمة points هنا ظهر جباً منها علامة نقطة صدر وفي نفس الوقت عندي في الpoint group هنا لو انا ضغطت علامة الزائد ظهرت لي حاجة اسمها قالت group اسمها all points رغم اللي انا ما عملتش حاجة هم ما عملتش حاجة اسمها group لان الجروب ده بيتعامل تمام كده؟ لازم اعمله عشان انظم بيه اي نقطة بتنزل في البرنامج سواء انت بتستدعيها او انت بتعملها في البرنامج بتنزل في القائمة دي اسمها all points يعني all points دي قائمة ماينفعش علاقة لغيها انا عملت click يمين مش هتلاقي قائمة delete هتلاقي بس delete points ان هو تلغي النقاط اللي جواه لكن الجروب نفسها ماينفعش علغيها لان دي تتعمل automatic من البرنامج دي عبارة عن group بتحفظك كل النقاط بتاعتك في مكان واحد بتحفظك كل النقاط في مكان واحد سواء انت استدعيها من الخارج او انت حطتها بشكل يدوي جوه الايه جوه الرسم لو انا حبيت اعمل نقطة تانية انا هدغط مثلا هنا هبتدي والله انا ولا انا عايز نقطة تانية حطا هنا بيقول لي description ايه هسميه مثلا برضو جي ار مسلا انا سميه مثال جي ار وبقول له انتر والليفل بتاعها 120 وبقول له انتر تمام عملي نقطة تانية لو انا جيت هنا في ال all point automatic هو وضفت للنقطة دي ونفس الوقت عندي في ال point ظهرت هنا اه طيب انا عايز اتحكم في الشكل دلوقتي مبدئيا عايز ازهر المنسوب بتاعي وعايز ازهر description اللي انا كتبت ازهر الكلام ده ازاي عندك طريقتين اما طريقة manual واما طريقة اوتوماتيك طريقة manual اللي انت بتضغط على الحاجة نفسها وطوله control واحد بيزهرتك او العناصر او الانفرميشن الخاصة بالعنصر اللي انت اخترته هنا انا اخترت حاجة اسمها ال coco point اللي هي النقطة اللي انا مختارها الرقم بتاعها واحد بيقول لي والله انت عندك حاجة اسمها style وعندك حاجة اسمها point label style يعني الكتابة ال label style اللي هو الكتابة والstyle اللي هو الشكل اللي انت شاكينه اللي هو ال x الحامرة دي تمام فهو اخد هنا default default بناء على مين على ال point group اللي هو جواه على ال point group اللي هو جواه فلو حد بيت انا اخير والله الشكل لا انا عايز اخير الشكل اخليه شكل تاني فاخليه مسحة اسمها page mark فزي ما انت شاكين اختلف الشكل النقطة دي عن النقطة دي تمام نفس الشيه لو انا اخترته هنا والله انا عايز ازهر مين انا عايز ازهر المنسوب وال description او point number اهي ادي المنسوب ادي description فازهر لي هنا المنسوب بتاعي كام والوصف بتاعي كام هنزبوط انا عزل دي بس تحت شوية كده تمام يبقى غيرت اقدرت اغير الشكل بتاع النقطة بشكل سريع اقدرت اغير الكتابة اللي موجودة ازهر المنسوب وازهر description بتاعي النقطة التانية دي انا الشكل اوكيه عاجبني بس الكتاب انا عايز ازهر حاجة تانية خالص ال point number وال description وال elevation يبقى كده جاب لي رقم النقطة وجاب لي ال level بتاعي وجاب لي الايه وجاب لي ال row description بتاعي اولا انا عايز ازهر ال easting و morseling بتاعي انت هالما الاحداثيات بتاعي فازهرت الاحداثيات بتاعي طبعا الاحتلال دي متغير مجرد ما انا بعمل move للنقطة على سبيل المسال انا اعمل move للنقطة دي في مكان تاني الاحتلال مباشرة بتتغير معي بناء العناية على الموف اللي انا عبدت تمام كده يبقى اي تغير في النقطة بيتغير مباشرة معنا في الكتابات المصاحبة ليه. حلو. طبعا الكلام ده بعكس نقطة كاد. نقطة الكاد هي شكل واحد في الرسمة كلها على سبيل المسال انا هعمل point كاد كده. تمام? هعمل نقطة هنا. نقطة تانية هنا. بطيب. تمام? وهغير شكلها الشكل ده. واخليها ايه. واحد. بطيب. طيب. ادي نقطة الكاد. لو انت تختار نقطة الكادة العادية ما عندكش ال option اللي انت تغير الشكل. لكن لو انت دغطت هنا وقلت له والله لا انا عايز اغير الشكل اخليه مسلا دايرة مع ايكس ومجرد بتقول له اوكي هو بيغير لك كل النقطة للرسمة على هذا الاساس. اما في السيفل لا السيفل الام تتحكم فيها بشكل يدوي زي ما انت عاوز وتغير النقطة زي ما انت عاوز او ان انت تتحكم بيها بشكل مجموعة. بشكل مين بشكل مجموعة. طب نتحكم ازاي? يعني بقى ناخد يعني دوقتي احنا عملنا تست سريع كده نزلنا نقطتين. هبتدي الغيهم النقطتين دول. وبتدي هعمل استدعاء بسيط لملف خارجي. ماشي. هنبتدي ملف خارجي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتع ملف بسيط كده ان شاء الله. ملف مين? ملف اكسل. بص يا جماعة. الملف الاكسل ده بيحتوي على مجموعة حاجات. عندي الpoint number. وعندي الاستينج والنورثينج والاليفيشن. يعني الاحداثات بتاعت النقطة. والاة? والpoint number اللي هو رقم بتاعها. وعن ضيف لها كود بالمرة. ماشي. فانا عامل له مثلا الكود ده هسميه مثلا عزه بمسلا اي جي. انتر. واعمل له double click. حل? تمام. البرنامج نفسه برنامج دي لما بيجي يستقبل ال data بتاعتي اللي انا حبيت استقبل data من خارج. فبيجي مقايمة الpoint هنا. الpoint creation tools. فبيعندي هنا على اليمين خالص. اللي بتاعنا بيقول لي import points. او ممكن من قائمة insert هلأي برضو ايه? import points from file. نفس ايه? نفس المكان سواء من هنا او من هنا هيديني نفس الwindow. ايه الwindow دي نضغط عليه وانا نبتدي نشوف. دي window بتاعت الخاصة بالimport points. اللي هو استطاع النقاط من ملف خارج. البرنامج اول حاجة بيقولك اختار الملف بتاعك. البرنامج دائما بيشتغل بنوعين من الملفات. يقام الكامر دي limit او الاسموه دو. يعني هدو حطي هنا مثلا على سبيل النساء. ادي التمبليتس اللي هو سوري او الاكستنشن اللي هو بيشتغل بيه. csv text وما الى زي. بيستغل بكزا ايه كزا عنصر من العناصر دي. انا عادة بحب التكست. انا استحب السي اس بي. المهم من الاتنين هجيب لك نفس النتيجة في الاخر. ففي العاية دي انا بستخدم ايه? بستخدم التكست. بقى انت ممكن تعمله csv ممكن تعمل.xyz سوري. على حسب الاكستنشن اللي انت بتشتغل بيه. تمام? طيب. البرنامج لما بييجي. زي ما انت شايفين انا عندي هنا حاجة اسمها spy point file format. ايه هو الpoint file format? عشان نبقى بس الامور واتحافر النسبانها. زي ما انت شايفين عندي حاجة هنا مكتوبة enz comma delimited. يعني easting northing z اللي هو اللي هو الفاصل ما بين العنصر الاست والنورس. يعني الاست دلوقتي في الاكسل انا عندي هنا. انا عندي هنا نشوف الحالة بتاعتي point number easting northing elevation وده هيبقى الكود. تمام كده دي الايه? دي الاربع الايه? الاربع حالات الايه? اللي عندي. تمام كده? او شري خمس معلومات عندي. ده يمثل ايه هنا في البرنامج لو انا نزلت كده? هبتدي اشوف. اهو. انا عندي هنا. البي اي انز دي. طيب. ولكن هنا يبقى لي space delimited. ايه هي space delimited? وايه هي الكامة delimited? يعني نفس المسمى البي اي انز دي ونفس الشيء هنا. ولكن هنا مرة space ومرة الكامة. ده اللي هو الفاصل ما بين الكتابة والتانية. دلوقتي انا هستريع على سبيل المسال ملف text. فهكتب له رقم واحد. رقم واحد. وبعدين هكتب له الايستنج والنورسنج والاليفيشن والكود. هو البرنامج هيفهم منين الفاصل ما بين الواحد وما بين الايستنج او ما بين الانستنج والنورسنج ككتابة. لو انا حطيتهم كلهم جنب بعض. هو مش هيفهمة. فلازم يكون فيه فاصل معين ما بين هنا وبين هنا. الفاصل ده اما يكون space ما بين الحاجة والتانية او يكون كاما. ففي الحالة دي انا هعملها كاما. انا برضو من محب الكاما سامحوني معلش. بقول له equal. وبستخدم معادلة بسيطة جدا اسمها كونكاتينيت. اسمها ايه? كونكاتينيت. انت مجالبا بتكتب كلمة كونك. هي بتظهر معاك كلمة كونكاتينيت. تضغط عليها. double click. وبتضغط على كلمة fx. تظهر لك الواندو البسيطة الحلوة دي. كل ما هنالك. ان انا باختر له والله انا عايز الاول. هي الفكرة كونكاتينيت ان هي بتجمع لك مجموعة values او قيم مجموعة خلايا تجمع لك في خلية واحدة. بالحالة دي انا عايز اجمع القيم اللي موجودة في الخمس اعمدة دول في خلية واحدة. فبقول له والله اول قيمة في العامود الاول اللي هي قيمة دي. وبعدين الفاصل ما بين القيمة اللي في الاول العمود والقيمة اللي في العامود التاني. على حسم انت عايزها space. او كمان هوا البرنامج بي اي بل الاتنين. فالحالة دي انا بحب الكما اللي هي حرفي بال **** بتاعنا بتاع العربي والتي تبدو تقولون ايه the english. ذي كده اللي هي علامة ايه الكما. وبعدين بنزل في السطر اللي بعده بقول له والله انا عايز ال easting. amazel في السطر اللي بعده. وبقول له الكما. السطر اللي وبعدين الكامو والبعدين الإلفاجون وابعدين الكامو وآخر عموض خالص اللي هو من الكود وبقول له لا شوف نتج معادلة دي عبرا عن ايه زي من شايفين أول رقم وابعدين الكامو وبعدين الاستينج كلها قاما النيورسي كلها كامو وبعدين الإلفاجون كاما ばいجين إبقى كدهني عارفت العنصر بتاعي اللي طالع عبرا عن benzd طب انا فهمت منين McNzd أبع ماذا عارفتك من البرنامج منين نشوف كده الpoint file format بتتعامل ازاي او ازاي تقدر تعدله مجرد ما بتختار اللي انت عايزه تعامل اعلامة زي ما شايفين دايما علامة الرصاص اللي موجودة في برنامج السيفل بشكل عام معناها ان انت تعمل edit للعنصر ده تعمل edit للعنصر علامة الرصاص الالم الرصاص اللي موجودة دي مجرد بتضغط عليها انا بشوف العنصر اللي انا عندي عبارة عن ايه اربع اصري ايه خمس معلومات الpoint east north z d لان في نفس d بيبقى معكوسة اللي هي الpoint north east لازم تاخد بالك انت جايب ال data بتاعتك شغلها ايه هل هي east north او north east طيب برده انا ما فهمتش الحروف دي عبارة عن ايه اختار اي واحدة وتقول له modify زي ما شايفين هو اختار هنا b e n z d اللي والله ال b d تسمى او الاعتبار بتاعها او الاختصار بتاعها اللي هي الpoint number اللي هو s رقم النقط الرقم النقط تمام كده بعدين ال e اللي هي ال n اللي هي north thing وبعدين ال z اللي هي ال point elevation تمام كده وبعدين ال d اللي هو ال row description طب هل فيه انا ممكن احط data زيادة طبعا انت عندك زي ما شايفين عمدة فاضية كثيرة هي تمام كده كل دي كده عمدة فاضية مجرد ما انت بتضغط على العمود بيجيب لك list عناصر ممكن تضفها انا عايز اعمل full description عايز اعمل grade easting عايز اضيف longitude latitude عايز اضيف values ثانية اي value انت عايز تضفها او اي بيانات زيادة انت عايز تجيبها وتقدر تحطها اي تقدر تحطها هنا حتى لو الحاجة اللي انت جايبها على سبيل المسال زي ما نشوف ان شاء الله رجل جمال شوية الحاجة اللي انت جايبها مش موجودة هنا لا تقدر تضيف عنصر جديد في القيمة دي وتبتدي تتعامل معنا ففي الحالة دي انا هاخد العنصر الاساسي اللي هو point number easting northing elevation go بنا لازم اتأكد ان العنصر بتاعي او ال data بتاعتي نفس الترتيب بتاعها هنا نفس الترتيب اللي انا اختاره هنا وزي ما نشوفته هو delimited by يعني ايه الفاصل اللي ما بين النقطة والتانية او صور الكتابة والتانية هنا محدود الكاما دي لو انت حبيد تغير غير اي حاجة هنا على سبيل المسال انا عملتها كده هنا بس لازم تخلي نفسها تبقى موجودة هنا انا هاجيجي هنا مثلا على سبيل المسال او عمل دي اخليها كده تمام كده ولو تغطي enter يبقى ده كده الفاصل ما بين هنا وما بين هنا يبقى نفس الفاصل اللي انت بتختاره لحنا دي رجعتني كما معلش استأذنكم نفس الفاصل اللي هتختاره هنا هو نفس الفاصل اللي لازم تكتبهوله فين تكتبهوله في الحتة دي اللي موجودة هنا تمام ده كده حاجة من الحاجات ال الستاندر اللي موجودة في البرنامج احنا ما غيرناهاش بس حبينا نشوف ايه ايه المعطائق بتاعتي على سبيل المسال لو انت حبيت تبص نصلا في ال ENZ تضغط ايه وتقول لبودو 5 وبقول لك ال point east north elevation تمام لو حبيت تغير الترتيب بتاعهم كل ما قال لك انت بتسحب تضغط على الحاجة وتسحب ال ايه زي ما تشوفيه في علامة ايد هنا بتسحب ال ايه الحاجة بتاعتك من مكان ايه من مكان التالي طيب يبقى انا كده عرفت اللي جاي دوت عبارة عن ايه الملف بتاعي ده عبارة عن point هيبقى point east north z elevation code طيب هعمل double click هنا طبعا انت عملت المعضلة في اول في اول سطر مجربة بتجي على ال corner تحت على اليمين تابع double click بيعمل لك copy اللي للمعضلة على كامل ايه على كامل الملف تمام فبقول له هنا copy ctrl c وعمل ملف بعمل ملف كده سريع على ملف ملف تيكست بقول له new انا عايز اعمل ملف تيكست واسمي points تمام وفتح فتح هنا صحيح بقول له ctrl v يبقى ده كده الملف بتاع عبارة عن point east north z code وبقى في الملف وبقول له save تمام وبرجعتيني البرنامج ال save اللي هنا بقول له import point from file تمام شوفوا بقى الجزئيل هنا زي ما شايفينه هوا كاتب لك filtering off يعني ما فيش filter حاليا الفلتر ده بيجي منين هو لما انت بتختار له الملف وقتباتك بيشوف الفاصل اللي موجود ما بين الكتابة والتانية عبارة عن كما ولا space ولو لقها كما فبيشيل لك من هنا كل ما هو space لان ما بقتش هي الحالة اللي انت مختارها هوريز يعني زي ما شايفين هنا عندي هنا كما وعندي هنا space مجرد ما بقى اختار الملف بقول له add وانا عدس كتوب بقول له اللي هي points وبقول له open مباشرة هو عمل filter قال لي filter on وشال كل ما هو space زي ما شايفينه بقت كلها كما ليه space عشان ما يلغبطك بالformat الكتير اللي هنا كل ما هناك كتابة دور على المناسب معاك لانه زي ما شايفين كل ما انا هختار هنا بيجيب لك الفورمات اهو زي ما شايفينه كاتب هنا رأس القائم عبارة عن ايه او رأس العمود عبارة عن ايه في الحالة دي لو انا اخترت غلط مسلا على سبيل المثال هو شايف البيانات هو ما يعرفش البيانات اللي جاية ايه عشان كده لازم دائما تاخد بالك وانت بتعمل insert للنقاط كده متأكد ان انت بتختار الpoint file format المظبوط ان هو شايف النقاط العبارة هنا ده northing وده easting لكن فعليا لا ده هنا easting وده northing تمام كده ولكن هو البرنامج عنده كذا فورمات انت بتختار المناسب للبيانات بتاعته في الحالة دي احنا مختارين اللي هي point east north z اللي هي point number easting north z اللي بيش طيب بيختلط على بعض الناس امر معين اللي هو انا عندي هنا كم نقطة تقريبا 3000 وطممية على ما تذكر او 3989 يجي بص هنا يلاقي بس هم 20 نقطة اللي موجودين هنا فبت هنا 20 نقطة فقط طب فين بقيت النقاط يا جماعة لا من بقيت النقاط مش موجودة لا يبقى كده في حاجة غلط لا هي ما فيش حاجة غلط ولا حاجة هو هنا عمل لك preview عرض للdata لأول عشرين دata موجودة معك في الملف بيعمل لك عرض عشان تتأكد بس البيانات بتاعتك صحيح ولا تمام كده بيعمل لك عرض لأول عشرين دata موجودة معك في الملف اما هو لما هعمل ادراك بيعمل لك ملف كل بيدرج لك الملف كله مفيش اي مشكلة تمام طيب هنا بيقول لي add points to point group حالين مفيش عندي غير all points فانا هنزلها زي ما هي مش عايز اعمل point groups جيدة قول لي add point to point group في حالة لو انا بعمل insert النقاط او استدعاء للنقاط وعايز اعملها في جروب معينة اما بختار الجروب لو هو موجود في الليستة هنا او انني بعمل جروب جديدة بمقرر ما بضغط هنا وببتدي اعمل جروب جديدة بس في الحالة دي انا مش عايز اعمل جروب انا هعمل استدعاء للنقاط كما هي طبعا الـ advanced option دي حاليا مش هنعمل لها اي انتبارات لان هي مش شغالها معنا دلوقتي حاليا احنا بنستدعي ملف بسيط ما فوش اي تفاصيل كثيرة يبقى انا استدعي الملف اختارت الملف مع desktop اختارت الفورمات الصحيح بتاع اللي هو اقول مليون نقطة طبعا لو وصل بعمل مليون نقطة الدنيا كلها بتبقت قيلة دلوقتي دي ان الخط بتاعتي زهرت زي ما انتو شايفين هم عايزين نعرف كيفية التعامل مع العناصر السيفل بشكل عام بشكل بسيط في حاجة اللي هي الـ skill اللي موجود تحت هنا ايه هو قيمة الـ skill او سوريا الـ skill ده بيكبر صغارة الـ skill بيصغر معاك ففي الحلقة دي انا مش شايف النقاط بشكل كويس هبتدي اعدل الـ skill اخلي 1 500 هنلاقي النقاط بدأت تظهر بشكل اكبر شوية او زي ما انتو شايفين الكتابة سوريا الشكل بتاع النقاط بدأ يظهر بشكل اكبر نفس الوقت انا عايز على سبيل اظهر المناسيب فقط اظهر المناسيب ازاي لو انا اخترت هم كلهم كده تمام وقلتول control واحد اقدر انا 3989 نقطة طول اقدر اعدل لهم الـ skill اهو بس بيعمل تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم اقدر اغير لهم الـ style بتاعهم من هنا ولكن لما بناستخدم ما احنا بقى الـ skill بشكل احترافي كل ما هنالك لو انا اضغطت على الـ group ده click يمين وقلتول انا عايزة اشوف الـ group دي فهو البرنامج بيقول لك والله انت عندك الـ point style الخاصة بالنقاط الموجودة جوه الـ group ده طبعا الـ group ده ما زي هم شاكين هنا ما ينفعش اغير اسمه لان الـ group ده من البرنامج كل ما هنالك انا اقدر اغير ايه هي الشكل النقطة بتاعته وايه هي شكل الكتابة اللي مرتبطة بالنقطة دي في الحلقة دي الـ basic ده اللي هو الشكل الـ x اللي موجودة والكتابة انا عايز ازهر الـ اللي هو المنسوب فقط وبقول له اوكي كده هيزهر لي المنسوب بتاع كل النقاط اللي موجودة معايا في الرسم زي ما انتو شايفين لو هنالك زوم هنالك الكتابة ظهرت جنب جنب الكتابة بتاعتي اسوأ جنب النقطة بتاعتي ظهرت الكتابة بتاعتي تمام وفي نفس الوقت لو انا صغير لقيت الكتابة كبيرة مجرمة بتغير الـ scale الـ scale الـ scale الـ scale الكتابة بتبتدي اصغر معايا طبعا كل ما بتظهر نقاط عدد طوير على الرسم كل ما البرنامج بيبتدي يتقل معاك وهذا بواحد فيفضل انت دايما بتعمل مرحلة تخلص مرحلة ادراج النقاط وليت ان الامور ماشية تمام كل ما هنالك اي عنصر من عناصر السفل ان انت ممكن تخفي من على الرسم ولكن هو موجود جوه اللي حتى عايتنا انا بعملوش دليت يعني عزلت هنا 3099 نقط ودول عمل تلك يمين وبقول point group بتاعتي وباجي والله بيقول point style اللي هو شكل النقطة بتاعتك عايزه ايه ففي الحلقة دي باختره النصة بقول none انا مش عايز شكل النقط تمام في نفس الوقت بقول طب ال label style الكتابة اقول none انا مش عايز كتاب وبقول اوكي هنشوف ان النقاط بتاعتنا اختفت منها على الرسم تماما هل كده احنا تلغت النقاط لا كل ما هنالك اللي انا افلنا النقاط طب هل كده انا غيرت حاجة في الليرات او افلت layer او فتحت layer لا برنامج 7 ما بيتعاملش لحد جين ما بيتعاملش بالlairs بيتعامل بالstyle يعني انت لو بصيت في الليرات اعتقدت كل الليرات مفتوحة ما فيش اي مشكلة فيه كلها مفتوحة ولا layer اتقفلت ولكن كل ما هنالك هو style او عنصر الشكل بتاع النقطة انا اقفلته وقدر اتحكم في اقفله وفتحه من المكان الاساسي بتاعه في الpoint من في الpoint group في الحلقة دي الحلقة دي انا اعايز اظهر الpoint بارجع تاني في البروبرتز بقول له والله اظهر لي الشكل بتاع النقطة عبارة عن حاجة اسمها فانش مارك مثلا والكتابات مش عايز كتابات بقول له اوكي ببتدي اظهرها لي تاني عن الرسم زي ما انتم شايفين يعني طبعا في اللندن تلازم بتعمل خطوات عشان تجير من الكتاب عن الرسم يعني خطوات كتير اوي لكن الحمد لله في السيفل ما فيش الكلام ده في السيفل في الحظات ده تشير وتضيف يعني تخفي وتظهر النقاط بشكل سهل وبسيط جدا فهي عملية الاخباء هنا او عملية تغيير من ستايل للتاني هو هنا انا ما بعمل او بعمل من الرسم لا انا كل ما هونالك بشيله بس من وجوده على الرسم ولكن هو موجود في الاتابيز او قاعدة البيانات اللي موجودة في الملف نفسه برضو من الحاجات الحلوة اللي موجودة في السيفل هو مش موجودة طبعا في اللند زمان اللند كان دايما بيبقى لازم مع فولدر دي في الدا بتاعته الاساسية ال point ما اي عنف مرتبط باللوحة بتاعته اما السيفل لما بنعمل للوحة السيفل هي لوحة السيفل مش مرتبطة باي حاجة غريجية في ما عادة بس قيمة سيرفي لو انا بشتغل في قيمة سيرفي غير كده برنامج السيفل الملف نفسي بيحمل بكل الدا بتاعته يعني انت لما بتيجي تعمل شير بتاخد ملف سيفل بتاخد ملف السيفل كوبي بيست وبتدي للجه اللي انت عايز تعمل لها الشير بتاعه بيلاقي كل التفاصيل جوه سواء نقاط اسطح بينات كل شيء بيبقى موجود جوه ملف السيفل كملف لوحة لوحة تمام كده في الحالة دي زي ما قلنا احنا عملنا ادراك للنقاط والنقاط دي نقدر نخفيها او نزرع بناء على الستايلات او ال 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 الخاصة في الشكل او في حاجة بسيطة بس نحب ان نوجه حضراتكم لها ان احنا ممكن نغير زي ما قلنا نغير العملية بشكل اوتوماتيك انا اخترت الاربع نقاط دول وهبتدي اغير الستايل بتاعهم على سبيل المسال الشكل ده تمام طيب يبقى انا كده عندي النقاط كلها لونها ازرق فيما عادة المجموعة اللي فوق دي لونها كزا طيب لو انا جيت غيرت بقول طلو اللي انا في ال عايز اغير الشكل من اللون الازرق ده مسلا عادي سبيل المسال هاختار حاجة اسمها كاتشو بيبقى لونها مسلا اغضر وبقول اوكي هنلاقي ان كل النقاط اختلفت شكلها مفيش مشكلة فيما عادة المجموعة اللي انا اخترتها دي ليه لان المجموعة دي يا جماعة بقت مدام انا عملت الحاجة بشكل اوتوماتيك مش هتتغير الى لما بيكون بشكل اوتوماتيك طب انا عايز ارجعهم تاني بحيس يبقوا كلهم واحد او كلهم متابعين بحيس لو انا غيرت يتغير بكل نفس الشكل يبقاش مجموعة ومجموعة يبقى كل ما هنالك هتعمل حاجة من اتنين اما بتختار المجموعة اللي هي انت غيرتها بشكل يدوي تعمل control واحد وترجع تاني شايفين انا مثلا مختار الـ style هنا حاجة اسم ما دليل هو لا برجع بقول والله انا عايز الـ style بتاعي اللي هو mean default يبقى هو هيتابع مباشرة اللي موجود في الـ point group بتاعته او الحل التاني والحل ده على فكرة في الامتحان بتاع auto disc اللي انت بتيجي في قيمة all points نفسها وبتقول له هنا الـ properties بتاعته وبتيجي هنا في حاجة اسمها override 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 دي اللي انت بتقول تخطى اي شي معمول بشكل يدوي او حتى معمول بشكل automatic وهكلي اللي انا عايزه بس يعني في الحالة دي في الـ style والله تخطى اي حاج انا عايز الـ style هنا يكون حاجة اسمها bench market لو اللونها ازرق دي تمام كده وبقول له اوكي هتلاقوا كله اختلف بقى ازرق رغم ان المجموعة دي مختارينها ايه لو انا عملت حتى عليها control واحد انا مختارها هنا بقالونها ازرق بس هو البرنامج عطاها default بتاعها بناء ان اللي انا ايه اللي انا عملت له حاجة اسمها override override مجرد ما انا هشيل هنا وبقول اوكي ترجع كل حاجة زي ما كان دول هيبوغدين الـ pension market بتاعتها ودي واخدين الـ default سوري الحاجات ان انا عملتها بشكل يادوي تمام كده يبا لو انت عندك حاجة واخدى حاجات بشكل يادوي ممكن تعلم كلهم وتقول له والله انا عايز اعملها بشكل default او لو انت هم منتشرين في الرسمة ومش عايز تتعب نفسك تيجي على point group وبتيجي على override هنا وبتعلم هنا يبا هنا هو العنصر اللي انت هتختاره او الشكل اللي انت هتختاره هنا هيتعمم على الكل ايا كان التانيين دول واخدين عنصر بشكل يادوي او من غير شكل يادوي تمام كده اتمنى كده اغلط الامور كده او واضحة وصلي احنا كده عملنا ادراك بالنقاط بشكل وسيط وسهل نفس الوقت لو سريعا كده عم بص ايه ايه فكرة الستايلات لو انا جيت في الpoint ستايل زي ما قلنا اي علامة رصاص يبقى انت بتعمل ايه بتعمل عملية تغيير او تعديل في الستايل اللي موجود لو فتحت هنا في الستاعة جد create new يعني انا هعمل ستايل جديد copy current selection يبقى انا هعمل من الستايل ومقرر ما بختار هنا وبيقول لي فين هو الشكل اللي انا عايز وبيختار له ده فيقول لي enter فيقول لي والله ده اسمه benchmark على سبيل المسائل تمام ففي الحالة دي لانا عايز اعمل مثلا edit فبيقول لي دي قيمة edit بتاعت مثلا العنصر ده كل عنصر والتاني بيختلفوا عن بعض قيمة edit خاصة في اللي هو object style يعني شكل النقطة مش هيبقى مثلا شكل الخط يعني النقطة ليها اشكال معينة الخط ليه شكل معين اما الكتابات window بتاعتهم كلهم شبه واحد فلو انت احتراف احترافا style بتاعت النقاط بتاعت الكتابات ده عنصر واحد كأنك احتراف كل العرسل وزي ما عنصر ان شاء الله في style اللي انت مختاره ده اسمه penchmark اللي عامله شركة autodesk وعمله في 2014 وعطيك description بسيط عنه تمام الماركر اللي هو الشكل بتاعك اللي هو مختاره لك هو حاليا الراجل عاملك الشكل ده انت ممكن اما تغيره تخليه بشكل النقطة الاتوكاد اللي موجودة عادية او بتعمل شكل مناسب من الاشكال اللي موجودة قدام منك دي مثلا على سبيل المثال او انك بتعمل block ايا ان كان شكله ايه وبتختار له block من هنا وده بنفع جدا في حيات لو انا بعمل رفع مساحي لمشروع وعندي legend معين انا مرتبط دي legend ده يقول لي لو هو انت رفعت الشجرة يبقى تحطيلي الشكل ده او simple ده لو انت رفعت مسلا منهل تحطيلي symbol ده وهكذا يبقى بساعتها انا بعمل symbol z بشكل block ونزلها في الرسمة الرسمة اللي انا شغل عليها الرسمة عادية مجرد ما انا بنزل symbol دي موجودة في block موجود في الرسمة بمباشرة هلا اي موجود في list دي ساعتها قدر اختار منه يبقى عندي هنا 3D Geometry طبعا هو بيقول لك النقطة دي نفسها منصوبها ايه او مكانها فين شكل النقطة دي مكانها فين بيقول لك use point television لان انت ممكن تكون شكل النقطة في level معين ونقطة نفسها او محتويتها في level تاني فيفضل ان انت تاخد use point television display هنا layer اللي موجودة بناء على الرسم بس اخدوا بالكم في حاجة عشان بتظهر مع ناس كتير قوي دايما في العادي يقول لك view direction انت بتشوف النقطة دي فين في الحالة دي احنا شايفنا في وضع الplan اللي هو من top هنا في وضع الplan في وضع تاني انا ممكن اشوف اللي هو في section والله لو اعملت نقطة وازهرت ها في section هتظهر بالشكل ده او باللون دا لو انا ازهرتها على了吧 هتظهر لي باللون دا لو انا ازهرتها على model هو اساسا Beach بالتقفول هنا يعني المodel دا اللي انا بشوف وشكل الثلاسي ابعائد جوة الرسم ملة بحول الشكل بتاعي هنا ال�لاسي ابعائد يعني انا 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 شايف في وضع الplan دلوقت تمام؟ لو انا جيت وضغطت في الزاوية هنا بتاعت الفيو كتوب بتاعنا ده مجرد ما ضغطت في الزاوية انا بجيب الشكل بشكل مين ثلاثية بعيد زي ما نشوفين النقط اختفت رغم ان مفهود النقط موجودة ولكن اللي ستايل اللي انا مختاره ما بيين لي ان النقاط بتاعتي في حالة ان هي لو في الموديل ما بتبانش نفس الحكاية الكتابات اللي موجودة ما بيزانتش طب انا هغير مثلا هنا وبقول له والله لا انا عايز مثلا في الديسبلاي في حالة لو فيه في الموديل بيين لي الماركر وبيين لي اللي بل تمام كده وبقول له او مسلا بيين لي الماركر فاس ما بيينيش اللي بل حالينه وبقول له اوكي اوكي انا لاني النقاط ظهرت معي وما فيهاش كتابات يعني مسلا لو انا جيت عملت طب تاني تمام وبالف فاعل كده معلش في الملفوف معنا ماشا اولا الجهاز تقيل سينا بس عشان اخطر التسجيل اللي شغلت سامحونا معلش او كده حتى ممكن نلغي شوية نقاط من اللي موجودين بسم الله طيب انا قلت عني نلغي شوية نقاط عملية الالغاء النقاط لو انت اخترتها من على الرسم وقلت له delete بتتلغى او قلت له erase بتتلغى تمام كده فخطو باركو دايما من الجزئية دي ان الاوامر العادية اللي في الاوتوكياب بتشتغل معاك هنا سواء copy والpaste ومعملية الالغاء بالdelete او ما الى ذلك كل ده شغل معاك تمام كده فلو هي انت لغيت اي حاجة اي عنصر سيف اللي لغيته من على الرسم زي ما احنا مسلا عاملين كده وقلت له delete ضغط على delete او على عمر erase بيتشل من عندك هنا حلو كده ولكن لو انت اقفلت الستيلات هنا هو بيتشل من عندك في الرسم ولكن موجود هنا عندك في الدابيز لازم تاخد بالك في القرق ما بين الاثنين لو انت اخترت العنصر زي ما اخترته كده مسلا وقلت له delete كده العنصر اتشل من عندك من الرسم وتشل من عندك زي ما نسميه هنا مسلا ايه في قاعدة البيانات بتاعت الملت بتاعتك واخد بالك لان انا شلته فعلية من على الرسم لكن لو انا عايز اشيله من على الرسم فقط واخليه زي ما هو موجود هنا يعيب اكليك يمين وابتدي اعدل الستيلات بتاعت وقول له عملها لي none ونون او في الهم لي بيتقفلوا معاك مباشرة تمام كده في الحلقة دي مسلا انا عايز ازهر هنا الكتابات ازهر مسلا television onlyو بقول له اوكي تمام كده ظاهر لي المفروض الكتابات وظاهر لي مين وظاهر لي شكل النقطة مجرد ما انا بضغط هنا في في الزاوية كده مسلا المفروض بيجيب لي الشكل بشكل ثلاثي ابعاد تمام استنى لاحظة زي ما انتم شايفين النقاط لان انا قلت له بيين لي المركر فقط وشلي الكتابات فهو بيين لي دلوقتي النقطة ومش بيين لي مين ومش بيين لي المركر بتاعت كيبرا هاجعتيني الpoint style هنا ساعتها مسلا لو انا عايز ازهر الكتابات برضو في الشكل ثلاثي ابعاد فبقول له الابل وبقول له اوكي وبقول له اوكي مجرد ما قلت له اوكي زي ما انتم شايفين زهرت معنا مين زهرت معنا الكتابات حتى انا وانا في وضع مين في وضع الهوية السلاثية بعادة تمام يبقى كده ده عشان دي برضو بتختلف مع ناس كتير لانا بيجي غير النقاط بتختفي فانت بس كل ما هنالك اللي انت بتشوف بتاعتك انت واقف في حالة ايه في البلان انا شايف كله في الموديل انا شايف كله ولا لا في العادي هي بتبقى مقفولة في كل فيما عادة تريبا من style واحدة او styleين موجودين في البروفايل انا هشوفها او وهيبالونها مثلا كزا وهكزا تمام ده اللي هو خاص مين من البوينت style البعد كده في حاجة اسمها البوينت label style اللي هو الكتابات برضو انا هنطلقه edit التحديل بيجيب لي برضو اول window دي اللي هي الinformation بيقول لي والله style بتاعك ده اسمه only اللي عاملاش شركة اوتو ديسك في الشهر او في السنة الفلانية وعدلته في السنة الفلانية لو انت حبيت بتغير المسمعات دي زي ما انت عاوز ويفضل طبعا في العادي لو انت بتشغل على سبل كتير يفضل لانت لما تيجي تعمل style سواء حتى style بتاعك او style طبع الشركة مسلا اوتو ديسك في الحالة دي ممكن تغير الاسم انت انا مسلا نسميه شام فوزي مسلا يعني اللي عملته تمام وفي نفس الوقت تحاول ما تحتفظ حتى لو انا ما غيرتش حاجة في ال style الاساسي بتاع البرنامج زي كده انا مش هغير مثلا في حاجة انا غيرت بس ان هو create it by way تمام برضو ما تحتفظت بنفس المسمع الاساسي حاول تغير في حاجة ليه لان انت لو انت على سبيل المسال لو انت فتحت ملف جديد وحبيت تستدعي الملف سوري ال style app بتاعتك من ملف تاني بقى انت عارف ان styleاتك جيت ولا لا لو انهم من اتنين نفس المسمع فهو بيعمل override فانت ممكن يختلط عليك الامر هلا هو استدعهم ولا لا ولكن لو انا مثلا على سبيل المسال اعمل h و dash خلاص يبقى انا كده غ بيارت المسمع بتاعه حيث لو انا استدعيته في اي ملف جديد هيبقى عندي elevation only بتاعت البرنامج الاساسية وعندي h elevation only اللي هي بتاعتي انا اللي انا ممكن يكون اعدلت فيها حاجة او ما الى زلك تمام كده يبقى انا احتفظت بالstyleات الاساسية جوه الملف واحتفظت جمان بالstyleات اللي انا جايبها فدائما نحاول تعمل تغيير بسيط حتى حط h اول حرف من اسمك ايا كانت تغيير بحيث يبقى انت عارف لما تجد تعمل استدعاء ايه هو style الاساسي بتاع البرنامج اللي موجود في الملف او ايه هو الاساسي اللي انت عدلته تاني قيمة هنا اللي هي قيمة general معلومات عامة عن الكتابات نفسها تالت حاجة هنا الحاجة اسمها ال layout اللي هي الكتابات بقى نفسها الكتابة بتاعيتنا نفسها هو هنا زي ما انت شايفين ال component بتاعيتنا عبارة عن point elevation طبعا هي المفروض فيها تفصيلة كبيرة عملية النقاط ان شاء الله بالتفصيل في المحاضرة الجيلة ان احنا قاربنا او شرفنا على الانتهاء الاساسي الليلات عم نبتدي بيها ان شاء الله المرة جاعتش تفهموها تمام؟ استيلات النقاط احنا بس كده كل ما هونالك كلمنا عن النقاط بشكل عام وعملية ادراجها ال point format بتاعيتها وما الى ذلك وال point group برضو ان شاء الله في المحاضرة الجاية عشان ما مش طولت عليكم هنتكلم على ال point group انا عمل المسال عليها وعلى الاستيلات نفسها هنعدل برضو استيلات سريعا كده في الفيديو القادم لانه بصوص صراحة اكبر حاجتين اساسيين لازم تبقى ناخدين منكم منهم اللي هي النقاط والاسطح ودولو انا عم بكز عليهم المحاضرة دي والمحاضرة الجاية ان شاء الله بحيث ايه من المونف ومحاضرتين دول الاساسيين وبعدين الباقين دول كل حاجة تاخد محاضرة فيها تفاصيل ان شاء الله ايه كبيرة عن الموضوع بتاعها اتمنى لغاية كده الامور تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم والليكون معنا جديد يا رب نكون وفقنا الى حدا ما في اصال المعلومة بالنسبة لك والناس طبعا القديمة في عيدنا سأخبرنا ان احنا مش عيدين تفاصيل كتير طبعا احنا عندنا في الكورس بتاعنا في تفاصيل كتير جدا بس زي ما قلنا في حاجات احنا بنقول هنا وما قلنا هشرب كده هناك وعن حاول نخليك حاجة برضو هنا عشان نجيب رجل بكم على التوت زي ما بيقولوا تمام كده اتمنى كده لغاية كنتش طولت عليكم في المحاضرات طبعا طولت عليكم ساعتين بس يعني نسمحونا وان شاء الله في المحاضرة اللي جاية بإذن الله حيكون بقى ايه في انا نتكلم شوي عن النقاط في الاول بعدين نخش في الاسطح وايه هي التريكس اللي ناخد بنا كويس جدا فيها في الاسطح نتعامل معها بشكل كويس جدا وايه هو المفوض تعمله وايه يعني هتبقى فيه محاضرة غذيرة ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هي بتاعة الـ point والاسطح في اذن الله حامل كده اللي عمده سؤال سريعا في الخطة ده وقت احنا المسالة المستعدين لمدة 10 دقايق تريبا او 5 دقايق مفوض ببص على الشاد تستحق كده ولا ايه اللي عاوز حضرتك ويسأل ايه سؤال الفطر يعمل رئيس حان الـ point name بص الـ point for number مش for name لان فيه فرق ما بين عملية insert للـ number وللـ name بالذات في الاسدارات القديمة ايه هو الفرق الـ name والـ number الـ number بيبقى رقم بس اللي هو رقم نقطة يعني مثلا عزبين نسال احنا بصينا هنا في الجزء بتاعنا هنا هنا انا عندي الـ point number عبالة عن رقم بس لكن احيانا على سبيل المسال بيجي لي مثلا النقطة اسمها ايه واحد ايه 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 تلاتة فانا اونا اخترت في البرنامج عندي هنا اسنان عملية الادراج لو انا اقتروا هنا insert تمام على سبيل المسال واخترت مثلا الـ point ezd بتاعتنا دي اللي هي الكامعة ايا كان المصطلح اللي هو وجود هنا ايه اللي هو bnzd الكم هنا تمام هو هنا بيشوف الpoint number فلو جات لي نقطة اسمها A1 أو A2 البرنامج في الإصدارات الحديثة مش هينزلها لي في الرسمة كان في الإصدارات القديمة ما بيشوفش الملف أساسي بالذات لو النقطة دي موجودة في أول 20 نقطة ما بيشوفش الملف أساسي لكن الملف ده كل رابط ده أو الملف ده خاطئ تمام كده لكن في الإصدارات الحديثة البرنامج بينزل بينزل النقاط ولكن النقطة اللي واخد نيم ما بتنزلش طيب في الحالة دي لو أنا عندي النقاط بتاعتي عبارة عن أرقام وحروف أعمل إيه كل ما هونالك أنا بغير من الpoint number دي بضغط عليها وبقول له لا والله أنا عايز الpoint name ساعتها هو بيستقبل ال data بتاعت ما فيش مشكلة ولكن البرنامج بيدي ترقيم من عنده البرنامج بيدي ترقيم من عنده طبعا كده يعني على سبيل المثال النقاط اللي أنا زلتها دلوقتي واخده إيه واخده ترتيب يعني أنا دلوقتي غيرت هنا واسميه برضي هشام يعني أني بقى عارفين إنه دا المختلف تمام وهو هاخد هنا الpoint name تمام كده ومجرد بقول له هنا close تمام وبقول له cancel هنا هنا آخر نقطة رقمها كان تلات تلاف تسعمية تمامية وتمانين حل وانا هسمي النقاط دي كلها مسلا واحد اتنين تمام على سبيل المثال كده أنا هاقل بس مجموعة مش مش كتير هاقل control c وهاجي مباشرة على تمام كنترول c وهي control v وأقول له ملف save حل لو أنا جيت هنا قلتولي import point from file تمام وجيت هنا اخترت الفايل بتاعي اللي هو الpoints ده قلت له open تمام زي من شافين هو شاف إن هي عبارة عن name وشافت إن هي حروق لأنا غيرتها واردي بالفعل بس زي من شافين لغالي بقيت الإيه بقيت الأرقام كلها أو بقيت سوري الأنواع كلها ليه لأنه هو العمود الأول بالنسبة له بيبقى دايما النمبر والمواصفات التانية كلها أو العناصر التانية كلها دايما بيبص في أول عمود حتى لو انت نورس ليس تزد هو بيبص على رقم ولكن هو شاف هنا ايه حروف فساعتها جاب لك الحاجة الحل الوحيدة اللي تنفع معاك اللي أنا اخترتها لكن لو أنا معدلت لو أنا عدلت دي مثلا هي point b en z دي اللي أنا سمتها شام دي قلت له modify وهرجع دي هخليها point number وقول له اوكي اوكي وكلوز عن لها اختفت من هنا وزي من شافيت طلعي error ليه لأنه هو ما عندهوش لأنه هو شايف أول data عبارة عن حروف فهو ما عندهوش البرنامج الحكاية دي البرنامج ما عندهوش أنه هو يشوف حروف الstandard بتاعه عشان كده أنا بعدل الجزئي دي كل ما هنالك أنا بادخل من هنا وقول له والله المصطلح بتاعي بدل ما هو point number بخليه point name تمام كده وبقول له اوكي اوكي ونفس الوقت هو بيتجهل تماما الترقيم اللي أنا عملهوله وبيبتدي هو يعمل ترقيم بناء على مين اخر نقطة عندي هنا 3988 مثلا هيبتدي رقم من ايه من بعد تمام كده ومقرد بقول له هيك 1389 تقريبا وبقول له اوكي هيبتدي زي من شايفين لو احنا نزلنا تحت خالص هيبتدي عطينا ترقيم جديدة هو تمام اللي هي النقاط بدعيتنا اللي هي بتداء من اين زي من شايفين فيه عمود هنا اسمه عمود النام تمام كده يبقى الحاجات اللي أنا جاتلي اللي هي النام ودي النمبر اخدني من كانت 3990 هنا وبعد 3991-92 وهكذا ولكن اسمه هالف عمود point a point name ده الفرق في حالة لو انا ايه عندي حاجة الpoint number والpoint name كل ما هنالك انا بس بغير الpoint file format بتاعتي ونفس الوقت ان شاء الله الدرس الجاي اعنا نشرح هنا الpoint file format اعنا نزود برضو فيها جزئية كده طيب فيه درس تاني اصري سؤال تاني خاص ايه هو الفرق ما بين الكاما والspace انا شوفوا محادثة على السيفل ده ما فيش مشكلة اصري عن excel الكاما اللي هي زي ما هونا حرف الواو اللي احنا عملنا هنا احنا عملنا هنا حرف مين حرف الواو دي الكاما اما space ان انا احط space بتاعت الكي بورد لزرار كبير لتحت ان هي تبقى فاضي زي ما ان شايفين جده space تمام كده وبقول له اوكي زي ما ان شايفين بقت فيه فاضي فراغ ما بين الهنا وما بين هنا لازم يكون فيه حاجة فاصلة ما بين هنا وما بين هنا ده الفرق ما بين الكاما وبين الspace انا الكاما اللي انا هحط كاما زي ما ان شايفينها كده اما space ان انا بحط مسافة فعلية بتاعت مين بتاعت الكي بورد بتاعتنا وبنفس الوقت البرنامج بقدر يستقبلها ما فيش مشكلة ايه تاني يا ربي اسم الله الرحمن الرحيم بعض اللوحة المصممة على اصدار زي اه السيفل زي وزي بعيدة البرامج بشكل عام زي على الاتو ديسك ان هي التحديث الجديد ما بقاش اشتهالة قديمة فعليا من اول 2017 لو انت فتحت عملت شغل على اصدار 2017 في السيفل بيفتح 2016 وما الى ذلك وما تحت 2016 ولكن عناصر السيفل ما بتدرش تتحكم فيها وابتدرش تغييرها اما اصدار 2018 فما بيفتحش اساسا كسيفل ما بيفتحش اساسا على اي عناصر قديمة وللأسف ما فيش عملية ان انت توصل اصدارات حديثة لاصدارات اقل الا ان انت بتعمل extract ال data بتاعتك بشكل معين ممكن ان بنتكلم عنها حتى دي بال data الاساسية بتاعتك وترجع تعيد الشغل هناك في الاصدارات الاقل بمعنى انا مثلا عملت alignment وعملت profile وعملت corridor وعملت كميات وعملت كل شيء في اصدار 2018 وحابب ان انا افتحه في 2013 او 2014 او حتى 2017 للأسف مش هيفتح هيفتح معك بحالة لو هي عناصر قد تقدر تفتح او لو انت مصدره بشكل DXF يفتح او منصدره في DWG يفتح ولكن عناصر السيفل مش هتقدر تتحكم فيها طب في الحالة دي اه هتقدر تعمل ايه هتقدر ساعتها تعمل استخراج لملفات الصورة للعناصر معينة اللي هي بالزبط كده لو انت جيت عملت عملية output هتلاقي حاجة هنا اسمها export XML land هي دي العناصر زي ما انت شايف كده دي العناصر لو انا صغرناهم كده صورة افناهم دي العناصر اللي هتقدر تستخرجها من عندك وغلابا برضو الكوردور ما بيطلعش بشكل فعلي يعني مثلا هنا ما فيش قطعات فلالأسف انت هترجع تعمل القطعات من الاول والديد الكوردور هنا بيجيب لك الاساس لكن ما بيجيب لكش الكوردور الفعلي برضو هترجع تعمل الكوردور من جديد او توصفه من جديد تمام كده السيمبلس برضو مش موجودة فهتبتر للأسف تعيد الشغل تاني في الاصدارات الاقل فده لازم تاخد دلك من الجزئة دي لو انت تتعامل مع جهة معينة لازم تسأل الجهة دي يا جماعة انتو اعتقدوا من تنيه مثلا الملفات بشكل سيفل اصدار كام عندك اصدار سيف حفظا يعني انا مثلا انا جدها مثلا الملقاف ده وطوله ولا انا عايزة عمله حفظ هتلاقي هنا الاصدارات اللي موجودة عشرة تلاتاشر تمنتاشر ما فيش مثلا سبعتاشر فلو انت شغلت سبعتاشر اعرف انهمش هيشتغل مشكلة سبعتاشر ده عمله زي اللي رأسه عالسلم اللي فوق شافوه وانا اللي تحت سمعوهم فسبعتاشر ده اللي عملوله ولا هو بيشتغل على اقل ولا بيشغل اللي فوق منه فسبعتاشر ما هوش اي لازمة فلو انت هتشتغل على تمنتاشر قبل ما تشتغل تعرف الجهة اللي انت هتشتغل معها دي بتشتغل على اصدار كام على اساسه تقدر ايه تشتغل لو هم هتشتغلوا لأسف على اصدار قديم ما تترى تشتغل على إصدار قديم زيهم اللي هو من 16 وما تحت لو بيشتغل على إصدارات حديثة ما فوق 18 يبقى زي الفون اللي تقدر تشتغل حتى لو اشتغلت على 21 زي ما أنا شغال دلوقتي يقدر تشتغل على 18 رغم أن في مجموعة عناصر بسيطة جدا موجودة في إصدارات مثلا 19 ما ينفعش مش عدبا معك في 18 زي مثلا لأن في تحديثات حصلت في 18 وحصلت في 19 ما بتظهرش بشكل بسيط في 18 العادي بس مبدأين أغلب العناصر بتشتغل معك نفسك مشكلة كطورو وشبكات وما إلى ذلك أما لو حبيت ومضطر اللي أنت تنزل من 2018 للإصدار أقل يبقى عليك وعلى الاند اكس ام ايل تمام كده وبتاخد دي العناصر لما هتتخرجها بتقدر تستدعيها هناك يعني أنت بتخرج من هنا بتطلع لك الملف اسمه لاند اكس ام ايل لما بتروح في الملف في الإصدار الأقل بتعمل انسر وتعطيها لاند اكس ام ايل وبتختار الملف وهو مباشرة بيشوف ايه هي العناصر اللي موجودة جوه الملف واللي يقدر يستدعيها كعناصر سفل دي العناصر السفل اللي تقدر تستدعيها باية العناصر للأسف لأ تقام كده فأنا برضو يكون وضحة الجزئية دي عشان برضو ايه ينفع كل جروب تبقى لونه وسطايا المختلف دي ان شاء الله عنعملها طبعا كل حاجة بشكل هي فكرة الجروب اللي انت تعمل كل حاجة بشكل مختلف هل يمكن تغيير ترقيم ازاي النقاط عند استخراجها تحت حالة لا بص هي لفكرة ان النقاط ترقيم النقاط نفسها بيتمش تعديله في البرنامج بشكل سهل لان البرنامج ما بيكررش رقم نقطة او اسم نقطة في نفس الرسمة يعني لو حبيت دلوقتي على سبيل المثال انا عندي نقطة هنا رقمها 862 لو حبيت اعمل رسمة 862 مش هيرضى طب في الحالة دي انا ممكن اعمل ايه على سبيل المثال انا عندي مجموعة النقاط اللي انا نزلتهم دول ممكن تختارهم كلهم مجرد من انت تختارهم طبعا بيجي لك من قموعة options في حاجة اسمها renumber renumber مجرد من انت تضغط عليها بيقول لك select فبقول له مثلا كلهم انه خد كلها فبيقول لك حط الرقم اللي انت عايزه الadvition يعني انت بتحط رقم معين بتبتدي منه وبترجع تترقم منه لكن للأسف اعادة ترقيم خاص بيك عند الاستخراج للأسف لا هو يفضل انت يعني عملية الاستخراج لما تستخرجها بره بتغير او لو زي ما قلت لك بتختار العملية renumber انا صراحة ما جربتش عمل renumber قد كده بس يعني هو موجود renumber هنا في الكوجو بوينت في renumber في الselection اللي انا اخترتهم select object المجموعة دي خب اقول له اوكي عايزه مثلا 1000 على سبيل المثال number 1000 اوكي يعني هو غير المفروض ب1000 اهه يعني بص عدل مجموعة نقاط اتغيرت بايه بقيمة 1000 عن ما هي علي اه والله دي فين بقى بسم الله الرحمن الرحيم تريبا هاي بقيمة 1000 غالبا دول اتغيروا بقيمة 1000 اتا ممكن احنا نشوفنا رقم نقطة منهم اه اللي هو ال4600 اه يعني ده اتغيرت بقيمة 1000 عن ما كانت ايه عن ما كانت علي تمام كده اه اشو انزلت عن الاجهزة المساحية تفيدني لو تشتغل في مجالة الطرق اه الاجهزة المساحية طبعا بتنفع بتنفع بسرعة يعني اصدق ايه بيها اجهزة المساحية واعمال المساحة هل تفيدني في مجالة طرق طبعا لو اصدق السفل السفل طبعا بينفع في مجالة طرق والاجهزة المساحية برضو انت بتستابق داتا وتستخرج داتا والكلام ده كله ممكن انا اتكلم برضو عن الاجهزة المساحية ان شاء الله هو في الاسطح ممكن في الاسطح ينفع اعمل جروب ونقع طبعا ينفع الجروب طبعا هنشرحها ان شاء الله بتفصيل المرة الجاية في امكانية البحث عن نقطة معينة مثلا من خلال هو الاليفيشن هيبقى صعبة من خلال الكود ممكن او من خلال الرقم سهل يعني انت اي رقم انت عايز تعمل له عايز توصله بشرط زاد انا عايز مسلا نقطة رقم الف ومش عايز ادور على الليستة هنا فتعمل زد تي بي وتقول له انتر وبتكتبله الرقم بتاعي الف فهو الريدي هو مفيش رقم الف مثلا اربعة تلاف طيب هو مباشرة بروح لك على نقطة بين نقطة اربعة تلاف طبعا كده انت بتعمل البحث مباشرة من خلال الرقم اما من خلال الاليفيشن فهو الاليفيشن بناء على ايه انت ممكن عددت ده ممكن تعمل سوري تعمل جروب بناء على الاليفيشن يعني مثلا على سبيل المسان عندك مجموعة نقاط كلهم منسقهم الف انا عايز الالف دول يبقوا كلهم في جروب واحد ممكن نعمل ان شاء الله في المرة الجاي نبقى نتكلم عنها اتمنى كده يكون نمور سهلة وبسيطة ووضحت والحين نجاوب على السئلة بتاعكم طريبا تسجيل انا عدنا ستاعتين فسامحونا لو في عاجة تانية بقى ايه نخليها المرة الجاي ان شاء الله شكرا جدا شكرا لك الله يبريك لك رب وسمحونا اذكرنا طوالنا عليكم وصهرناكم معنا بزيطة الناس اللي بره السعودية واللي موجودين في شرق السعودية برضو يسمحونا اللي احنا قعدنا قوة 12 بالليل ان شاء الله المحاضر الجاي هتبقى يوم الحد وطبع مع الشباب هاي يبقوا على كل حاجة ان شاء الله الحاجات المسجلة نزل لكم بإذن الله على اليوتيوب برضو عشان اخواننا اللي بخدرش معنا شكرا لخدرك هلا عفو هلا عفو تحتامركم هلا عفو تسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة